ست مباريات في الدورة المصرية على يومين والأداء تحت السفر اشتركوا في القناة نهاردة كان فيه ثلاث مباريات في الدورة فيهم هدفين فقط هدف منهم من ضربة جزاء وهدف آخر كان هدف عكسي ومبارح كان فيه ثلاث مباريات جي فيهم هدفين فقط ومن ضربتي جزاء هداء هزيل من معظم فرق الدورة اتناشر فريق ما قدموش اي شيء الشباب زيقيت تقريبا وعايزة في صدق اشتركوا في القناة جديدة من رقم عشرة الشباب زيقيت زي ما قلت كده الدورة يوحشقوا جماعة ست مباريات في منتهى الملل في منتهى الملل بارح ثلاث مباريات مباراتين منهم خلصوا بالتعادل السلبي مباراة خلصة واحد واحد بدربتي جزاء النهاردة ثلاث مباريات ثلاثة منهم مباراتين خلصوا واحد صفر ومباراة بتعادل سلبي المباراتين اللي خلصوا واحد صفر مباراة الاولى اللي هي بلدية المحلة والداخلية هنشوف الهدف دلوقتي هدف الفوز لبلدية المحلة على الداخلية حسام اشرف في دلوقتي 34 من ضرب الجزاء ادي هدف اهو من ضرب الجزاء ماشي كيس بلدية المحلة وده فوز مهم جدا بلدية المحلة جدا يعني ومضر طبعا بطبيعة الحل الداخلية المباراة الاخرى كانت مباراة بين سراميكا كليوباترا والبنك الاهلي سراميكا كليوباترا قدر يفوز في دلوقتي 48 بهدف بخطأ في مرمى لمحمود البزار هدف في مرمى برضو يعني مفيش معالمين بيجيبوا اهداف او بمعنى اضكي يعني فيش كورة ملعوبة يعني فيش كورة ملعوبة ياما هدف بالخطأ في المرمى ياما هدف بضربة ترجيح طبيعة الحال يعني مباراة اخرى ما بين الجونة وطلع الجيش انتهت بالتعادل السلبي دون اهداف بالمناسبة حاجة ايه المباراة امام حضارك الجونة وطلع الجيش بلا اهداف او صحيح بيجيبوا في بعض الفرص صحيح يعني بس مفيش جدية مفيش حماس مفيش روح كل فرقة عايزة بس تأمن نفسها انا لو مكسبتش فمحصرشي مفيش فرقة كده بتاخد الرزق تهاجم طول الوقت بتتأمن فرص كتير مفيش كوالة لعيبة بصراحة حدا يجي يقول لي تأعمل زي الكابتان حسام حسن مهو بصراحة يا جماعة وده قلت وقتها يعني الكابتان حسام حسن مغلقتش بس مفيش انفع يقول الكلام ده يعني الكابتان حسام حسن كونه مدير فني لمنتخب مصر مانفعش يقول انه احنا مش عارفين نطلع عناصر جديدة للمنتخب من الدول المصر عناصر جديدة عشان بس ده دي الجملة اللي قالها يعني مقالش ان مفيش لعيبة في الدول مصر تنفع للمنتخب بس عايزي يبقى عناصر جديدة للمنتخب مش موجود وانت لما تبقى ملاعب في الدول المصر وعندك تجمع للمنتخب خلاص كمان ايام ومش عارف تقدي اي مستوى يبهر المدير الفني فياخدك فيقول والله ايه ده هيبقى مفاجئة المفاجئات في المنتخب مصر يا جماعة 12 مباراة عفوا 6 مباراة ب12 فريق في منتهى السوق في منتهى السوق حرام يا جماعة ما احنا منفرج عن المطشط دي حرام خلونا نستمتع شوية اه انا مقدر حرص كل فريق انه عايز يبقى في الدولة وانه يجمع اي نقاط سواء بقى بتعادل او بانتصار بس يجمع نقاط بس احنا برضو عايزين نستمتع بالدورة بتاعنا ايه الملل ده في جد والله حرام ده انت لما تفرج على ايه مباراة من الستة انت يطقلك عرق ايه الزهق ده وبعدين فيه نقطة مهمة جدا لو سمحتوا يعني اقولها لكم القلب يعني الدوريات الاوروبية خلصت فاحنا كنا بنخش نفرج على مشاهد دورة المصري ونروح نحلي باللي بيحصل في الدولة الانجليزية الدولة الاسبانية لكن دلوقتي ما فيش تحلية فيعني لو سمحتوا حلوا الدنيا شوية عشان عينينا واعصابنا وروحنا وحياتنا عايزين نفرج على كورة لو سمحتوا يعني دي حكاية حكاية اخرى اعتدتوا مننا هنا في رقم 10 خلال الايام والشهور الاخيرة وتحديدا منذ القائمة الاولى للكابتن حسام حسن ان احنا ننفرد في رقم 10 بالقائمة المبدئية دائما لمنتخم مصر اليوم هنقول لحضراتكم القائمة المبدئية لمنتخم مصر استعدادا للمعسكر القادم ان شاء الله مباراة تصفات كأس العالم امام بوركينة وامام غينيا بساو يعني ايه القائمة المبدئية برضا اشرح لك تبقى فاهم انا حبي باشرح حالك يعني كده كده اي مدير فني لمنتخم مصر بما فيهم الكابتن حسام حسن بطبيعة الحال هو اللي موجود دلوقتي بيرسل قائمة مبدئية عشان ياخد تصريح السفر خاصة ان احنا عندنا مباراة خارج مصر ايه مباراة غينيا بيساو يقول والله دي اللعيبة اللي انا هاخد منها قائمة لمنتخم مصر يعني ايه بيختار 60 لعيب 60 لعيب ياخد منهم بقى قبل المباراة 25 لعب ياخد منهم قبل المباراة 25 لعب ومنهم من 25 لعب دول هيبقى اربع حراس مرمى فال60 لعب دول مش هيخرج منهم قائمة منتخم مصر اللي جاي في مباراة بيساو تاني 60 لعب اللي هقوله من حضراتك دول هو اللي هيتاخد منهم 25 لعب لمباراة بيساو في تصفيات كاس العالم يعني اي واحد مش هاورده الوقت من 60 لعب ده خلاص بره منتخم مصر في مباراة بيساو وغنيا بيساو ما هي بقى قائمة قائمة منتخم مصر المبدئية للمباراتين وفيها كثير من المفاجآت يلا بينا اولا المحترفين محمد صلاح مصطفى محمد عمر مرموش محمود حسن تريزيجيه محمد شريف حمدي فتحي أحمد حجازي كل ده منطقي اللي جاي ده بقى اللي جاي ده مفاجأ محمد النني محمد النني موجود في قائمة منتخمنا الوطني المبدئية لمعسكر شهر يونيو مباراتين بيساو وغنيا بيساو اللي بقى اللعيبة اللي هتكون في القائمة أو اللي موجودة في القائمة المبدئية المنتخم مصر من الاهلي هم 16 لاعب بالمناسبة 16 لاعب حسين الشحات ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم كريم فؤاد وياسر إبراهيم مران عطايا محمد مجدي أفشا إمام عشور وإحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومصطفى شبير ومحمد الشناوي ومين بقى أحمد عبد القادر وعمر كمال عبد الواحد اللي كان فيه كلام إنه مش هيبقى موجود أبدا في المنتخم مع كابتن حسين حسين يتقال إنه فيه مشاكل والكلام ده كابتن حسين حسين حطه في القائمة المبدئية هو وأيضا محمود كهربا تاني من الزمالك بقى من الزمالك فيه تمن لعيبة محمد عواد وأحمد سيد زيزو مصطفى شلبي أحمد فتوح محمد صبحي وعبد الله السعيد وناصر ماهر ومرة أخرى عمر جابر ونبيل عماد دونجة وأحمد حمدي ده طبعا قبل ما يتم مبارح التأكد من إصابة أحمد حمدي بقربات الصديبة وبالتالي هو أصبح مستبعا من هذه القائمة لعبون من سيراميكا كليوباترا محمد بسام ومحمد إبراهيم وأحمد رمضان بيكهم لعبون من الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي ونادر فرج وعمر السعي أيضا لعبون من برامدز علي جابر ومصطفى فتحي وأحمد الشناوي ومحمد حمدي ومحمود صابر وأبراهيم عادل ورمضان صبحي ومحمد رضا بوبو ومن مودن فيوتشر محمد ربيعة وأحمد عاطف وغنام محمد ومحمود عبد الرحيم جنش لعبون من المصري محمود جاد وبهر المحمدي ومحمد الشامي وميدو جابر من التحادس كدري المهدي سليمان من البنك الأهل محمد هلال من إنبي أحمد أمين أفا من زد مصطفى زيكو هذه قائمة منتخبنا الوطني المبدئية لمبارتي تصفيات كأس العالم بوركينا فاسو وغنية بساوس 60 لاعب هيختار منهم كابتن حسام حسن في القائمة النهائية 25 لاعب تاني هذه القائمة هي قائمة مبدئية بيرسلها كابتن حسام حسن للجهات المعنية عشان تصريح السفر والأسماء اللي هتسافر والكلام ده كله عشان تجيز ليهم يعني وبعد كده بيختار من الستين واحد دول خمسة وعشرين واحد يسافر بيهم إن شاء الله مبارات غنية بساوس وقبلها طبعا مبارات بوركينا فاسو في القاهرة طيب ها دائما بقول إنه الحمد لله انفرضنا قبل كده بهذه القائمة واليوم ننفرض مرة أخرى بيها وعشان بس الناس بتفتكر إنه بنقول أي أسماء الأسماء دي هي في القائمة الرسمية يعني وقدنا كده من القائمة الرسمية المرسلة من الكابتن حسام حسن نكمل أخبارنا النهاردة مارسل كولر موديل فني للنادي الأهلي استقر استقر على إعادة محمد الشناوي حارس مارمان نادي الأهلي إلى التشكيل الأساسي بعد مبارات الترجي في قياب نهاء دوري أبطال أفراكيب حسن مصدر في النادي الأهلي قال لنا إنه فيه اتفاق بين كولر وشناوي ومشيل ينكون مدارب حراس مارمان نادي الأهلي بشأن عودة الشناوي بشكل أساسي بعد انتهاء منافسات دوري أبطال أفراكيب وهنا لحظة بس عايز بس أقول حاجة بعض المشجعين والجماهير من النادي الأهلي أحيانا بتزعم من فكرة إنه يا جماعة أنتوا الإعلام كل شوية تتكلموا مصطفى شبير ولا شناوي مصطفى شبير ولا شناوي شناوي ولا مصطفى شبير ما هو أنتوا كده بتعملوا بلبلة وبتعملوا مشكلة وبتعملوا أزمة بص يا جماعة أنا بس عايز أشتحلكوا جزئية بسيطة جدا أشتفهموا برضو أحيانا طبيعة شغلين بيعمل إزاي مش طبيعة شغلين إحنا كمصريين أو كعلمين مصريين في العالم كله لما بنتكلم في مركز حساس جدا زي حراس المارمى في نادي كبير جدا زي النادي الأهلي في بطولة أو نهائي بطولة كبيرة جدا زي دوري أبطال أفراكيا ده حدث ده حدث يعني حاجة مهمة مين هيلعب طبيعي الإعلامي ناقش دوت ونتكلم فيه بهدوء بالعكس هو الغلط إنه نقول إنه فيه مشكلة وفيه خناقة وفيه أزمة لكن لما نقول مثلا هو مين اللي يلعب محمد الشناوي أنا مصطفى شبير محمد الشناوي باسمه الكبير هو حارس مارمى منتخب مصر بقاله ست سنوات الحارس الأول في مصر بقاله ست سنوات ولا مصطفى شبير اللي هو اللي يقدم أفضل مستوى حارس مارمى في الكرة القدم المصرية اللي اتنين جمدين جد يعني إيه؟ يعني لو يوم السبت مثلا مارسل كولر صحي منهم قال لا أنا عايز الشناوي هو اللي يبقى حارس مارمى النادي الأهلي في مبارات الترجي مش هيبقى قرار غلط لو قال مصطفى شبير هو اللي هيبقى حارس مارمى النادي الأهلي قدام الترجي مش هيبقى قرار غلط خد بقى أكتر من كده 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 مركز حراس المرمى ده مركز دايما بيبقى فيه ظلم كبير جدا جدا ليه بتعندك مثلا محمد الشناوي خرج من الملعب بسبب إصابة مش بسبب هبوط في المستوى فأنا دي حاجة قدرية مش من المفترض أنا لو محمد الشناوي هقولي نفسي إيه مش من المفترض اللي أنا أتعاقب اللي أنا أفضل على الدكة عشانه خرجت إصابة وأنا بقادي دوري بشكل ممتاز فلما أرجع مفهود ألعب حقه طيب مصطفى شو بيه لو سألت هيقولك طيب أنا كنت مستني الفرصة ولما جات لي أنا مسكت فيها بإيدي وسناني فحقي أفضل المكمل في حراسة المرمى حقك بس كده كده في واحد هيتظلم لازم هيتظلم يعني ساعتها لما واحد يقضي على الدكة مش نقول ده القرار الأحسن إحنا من هنا واحد مظلوم كده كده واحد ديك مثال بسيط جد جدا يعني مانشستر سيتي عندهم إيدرس واحد من أحسن حراس في العالم الحارس البديل بتاعهم أورتيجا يقال عنه في الصحافة في العالم إنه ده أفضل حارس بديل في العالم الراجل لما نزل في المباراة مع مانشستر سيتي قدام توتنهام شالكورة كسبت مانشستر سيتي الدوري تمام بس أنا برضو كمدير فاني اللي أنا بيب جورديولا مثلا وإيدرسون ده واحد من أفضل حراس مرمى في العالم أورتيجا لو خد مكان إيدرسون هيبقى واحد من أحسن حراس مرمى في العالم فكيا كيا فيه واحد مظلوم دايما تحرص المرمى مركز صعب كمان فيه الروتيشن طول الوقت محمد عواد ومحمد صبحي في الزمالك الاثنين مستواتهم قريبة جدا بس لازم واحد يقضع الدكة واحد يلعب أساسي تمام موضوع دايما مش خناقة ولا أزمة والميزة في الأهلي إن الشناوي وشوبير فعلا بيحبوا بعض جدا بس الطبيعة الحال كلهم عايز يلعب ما مش معلنا أنت صاحبي وحبيبي إن أنا عايز أعود على الدكة أنا عايز أعود على الدكة طبيعي يعني منافسة محترمة ومنافسة يعني في مصلحة النادي الأهلي دي حكاية مارس الكولر راجل الزكي دايما بقول عليه زكي جدا مدرب زكي جدا مش بس فنيا في التعامل مع الأفراد يعني عمل جلسة مع محمد مجد أفشا على هامش مراني النادي الأهلي النهاردة وتكلم معاه في بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة التراج ده معناه إيه؟ معناه إن أفشا وارد جدا يبدأ أساسي مباراة التراجل القادمة هتقول لي على حساب مين؟ هقول لك الله أعلم يعني ممكن يبقى مثلا على حساب أكرم توفيق ويبقى أفشا وإمام عشور وراهم وراوان عطية ممكن يبقى على حساب إمام عشور الله أعلم كل الأمور واردة كل الأمور واردة طيب ممكن يكون بيتكلم معاه في إيه؟ إن أنا هديك جزء من المباراة في الشوية التاني هغير طريقة لعب أنا كيا كيا بقسم المباراة فأنا هديك في جزء معين فهتخليك جاهز عشان هتبقى موجود في المباراة النهاية وارد بس كلام اللي جاي من النادي الأهلي إن أفشا عنده حزوز إنه ممكن يبدأ المباراة القادمة أساسي ممكن دي حكاية كابت المحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عمل جلسة النهاردة مع الأستاذ جمال علام رئيس التحاد الكرة وتناقشه في عدة أمور طبعا كان فيه في أولوية هذا الاجتماع الحديث عن الاستعداد لمباراة النهاية في دورة أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي وترتيب المأسورة والأمور الخاصة بكبار الزوار وتفاصيل التنظيم وخلافه يعني بس النقطة الأبرز في هذا الاجتماع كان الحديث عن أزمة حسين الشحات وشيبي لعب بيراميدز وتكلموا عن هذا الأمر وإزاي يخلص الفترة القادمة كابت المحمود الخطيب كمان يتكلم مع الأستاذ جمال علام عن موضوع التحكيم والبناء الأخي اللي كانوا مطلعوا النادي الأهلي وأستاذ جمال علام موعد كابت المحمود الخطيب بإنه كافة طلبات النادي الأهلي سينظر فيها وهيتم حل أي مشكلة أو أي أزمة كلام محترم جدا بالمناسبة حكاية الحسين الشحات ومحمد الشيبي أنا عارف كتلت بحسن كتلت بحسن وإحنا تكلمنا هنا عنها وناس كتير أتكلمت عنها وأنا عايز أتكلم عنها في نقطة تفصيلية مهمة جدا خليك معي محمد الشيبي ده أفضل ظهير أيمان موجود في الدولة المصري في الوقت الحالي مستوى رائع جدا جدا مميز بتقول لي تمام محمد هاني وعمر كمال وعمر جيبي لهم لعيبة رائعة بس الشيبي مستوى ثابت جدا وكوالية حلوة جدا مفيش خلافة لعيم مهمة في الدولة المصري نفرح بيه وصلاحنا فرحانين دايما باللعيبة بتاع الشمال أفريقيا من المغرب وتونس والجزائر اللي موجودة في مصر عاملة حالة حلوة جدا يا فرحانين محمد الشيبي جدا مجدبش عليك الموقف لما عملوا حسين الشحات مع محمد الشيبي كلنا انتقادنا حسين الشحات لارك نلاقلي عجبه مباشرة وإحنا كعلمين هاجمنا حسين الشحات والجماهير حتى جميل نادي القلي كمتدايقة من الموقف كل حاجة يعني الموقف ده مينفعش اتنين يختلفوا عليه كده كده حسين الشحات غلطان طيب دي نقطة النقطة اللي بعدها كانت عقوبة اتحاد الكرة أو رابط الأندية على حسين الشحات وبصراحة وهبقى أمين معاكو جدا العقوبة ما كانتش على قد الحدث يعني العقوبة كانت هينا شويتين بصراحة شديدة بصراحة طيب كل ده كل ده بصراحة ما يشفعش أبدا لمحمد الشيبي أو من يدعمه أو يسانده في هذا الأمر أنه يروح يعمل مشكلة في قضاء مدني ونحبس اللاعب أجماعة الكلام ده ما متشوفوش فيها حتى في الدنيا أي اخناء في الملعب أي تجاوز في الملعب مهما يعني كان سيء مهما كان سيء ومهما كان مرفوض ما ينفعش أبدا يطلع من إطار الملعب وإطار الإجراءات الرياضية والعقوبات الرياضية ما ينفعش والله ما ليه علاقة بكسة أهلي ولا زمالك ولا بيراميدز ولا محلة ولا أي حاجة يعني في الناس دايما لما تروح لي كده يقول لك الحق بس أنا مش هقبل بصراحة يعني مش هبقى بالنسبة لي مقبولة ولا مفهومة ولا ليها معنى أنه في لعب يتحبس عشان عمل موقف خاطئ جدا في أرض الملعب يتحبق يعني إيه بقى مش فاهمها أنا دي مش بقول إنه لو اتخد قرار مدني هيبقى قرار خطأ لا ما هو أدام الراجل ماشي في إجراءاته ففي حاجة في القانون تسمح له بدا ماشي براحتك أنا ما بتكلمش لقاتي على قانونية الأمر كل واحد يعمل لقى عايزه أنا ما بتكلمك على فكرة إنه لعيب كورة عمل خناقة في الملعب وغلط غلطة كبيرة فراح تحبس ما شفتهاش دي في الدنيا بصراحة ما شفتهاش في أي ملعب في العالم ما شفتهاش فأرجو من الكابتن محمد الشيبي اللي بنحترمه بنحترم بلده أشققنا المحترمين جدا كل حاجة احنا منحترم محمد الشيبي ومنحترم كل اللعيبة اللي بيجورنا من شمال أفريقيا ومن حتى من غير شمال أفريقيا دول ضيوف في بلدنا خلي الموضوع يمشي في إجراءات رياضية حتى لو مش عاجبك لو قاكوبت حاول تستانف صعد الموضوع يا سيدي زي ما أنت عايز كبره رياضيا جدا ايه من أنت عايزه ده لو أنت مش عايز تتصالح طبعا السلح خير يا رب نتصالح بس الإجراءات المدنية بقى صعبة جدا جدا على فهمنا بصراحة دي حكاية طيب عايز أقولك بقى اللي بيدور في الترجي قبل مواجهة النادي الأهلي في قياب نهاية دور أبطال أفريقيا تعرف برضو إيه اللي بيحصل في الترجي اليومين دول عشان تفهم برضو قبل مواجهة الأهلي هم عاملين إزاي يلا بينا محمد أمين بن حميدة مدافع الترجي الأساسي اللي تعرض لإصابة في دقائق الأخيرة من عمر مبراطي الزهاب أمام الأهلي خضع لفحصات طبية دقيقة اليوم وتأكدت جهزيته للمشاركة في لقاء العودة بشكل طبيعي وهتواجد مع بعثة الفريق المتجهة إلى مصر غدا للأربعاء إن شاء الله كمان مسؤول نادي الترجي التونسي رصدوا مكافآت استثنائية لللاعبين وكذلك مكافآت خاصة لميجيل أكرتوزو المدير الفني للفريق حال تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب النادي الأهلي إن شاء الله ما يخضعش بإذن الله مران الترجي اليوم كان مغلقا تماما بقرار من كردوزو ووفقا للتقارير التونسية كان هناك تدريبات خاصة على العرضيات والتزديد المباشر من الخارج فضل عن جلسة خاصة مع سلاسي الخط الأمامي يعني الساس ورودريجو رودريجيس وحسام الدين غشة لمنحوم تعليمات خاصة استعدادا لي مواجهة الإياب طيب بالمناسبة النهاردة كان فيه تصريحات لحمزة المسلوسي لعب نادي الزمالك عبر إذاعة آي أف أم التونسية تصريحات الراجل تمنى فيها الفوز للترجي على النادي الأهلي تاني تمنى فيها الفوز للترجي على النادي الأهلي هو قال إنه اللقاء هيكون متكافئ وسريع من الأهلي والترجي وهين ترجي عنده الخبرة الكافية لي مواجهة أجواء العودة ضد النادي الأهلي ومعتاد على اللعب أمام جماهير غفيرة والمباراة النهائية بتحسن بتفاصيل صغيرة راجل تمنى تمنى إنه الترجي يكون بطل أفريقيا ويفوز بالكاس قدام النادي الأهلي وإنه غياب معلول أمر جايد بالنسبة للترجي لكونه يسجل أو يصنعه دائما يكون لديه بصمة هجومية في المباراة الكبيرة وقاله أتمنى الترجي يكون في يومه ويفوز بدوري الأبطال شفت ناس بقى كتبع ليه وإزاي وإنت بتلعب في الزمالك وعايز الآله يخسر أجمعهم وهو بيلعب في الزمالك بسوق تنسي فطبيعي هي هيروح لفرقته أو النادي أو النادي من بلده هو كان بيلعب في الصفاكسي حمزة المسلوسة طبيعي يعني الحقيقة دي بتبقى مفهومة يعني مثلا هديك مثال يعني اللي هو مثلا مثلا يعني عندنا لاعب مصري بيلعب حتى لو كان لعب من الزمالك مثلا بيلعب في نادي النجم السحالي فهيسأله يقولوا انت عايز مين يكسب فهيقول لا طبعا أتمنى الفوز للنادي الأهلي مش هيقولها أتمنى الفوز للترج يعني كلام عادي أنا شفت بس انتقدر قبل ما أخش عطول وهجوم على حمزة المسلوسة كلام منطقي جدا هو مش لعب مصري بيلعب في الزمالك ده لعب تنسي بيلعب في الزمالك فهيتمنى الفوز للترج على الأهلي لكن مثلا مثلا يعني تصريحات من عبر جابر للصحافة التونسية أكيد عمر جابر هيقول عايز الأهلي يكسب مش عايز تصور يعني أتوقع يعني مش متأكد برضه عشانا بس أكيد يعني هيروح لناديه المصري أو النادي اللي بيلعب في مصر ويقول عايز النادي اللي في مصر هو اللي يكسب ففين الحاجة الغريبة اللي في الأمر طبيعي يعني حمزة المسلوسة عمل مباراة أظليمة في نهاية الكونفيدرالية وأنا اتكلمت عنه كتير يعني دعيه مهذب كمان جدا جدا يعني دي حكاية طيب نروح لنادي الزمالك بحسب مصادرنا في نادي الزمالك فإدارة النادي استطلعت رأي جوزي جوميز المدير الفني بشأن إمكانية ضم اللاعب يوسف الفحلي جناح نهضة بركان جوميز أبدأ ترحيبه بضم اللاعب وإدارة نادي الزمالك استفسرت من وكيل اللاعب عن نهاية عقده مع نادي بركان هيكون إمتى وأبلغهم إنه اللاعب حينتهي عقده مع نادي بركان بنهاية الموسم الجاري وكيل اللاعب طلب مهلا للرد على الزمالك وعرض مطالب يوسف الفحلي للموافقة على انضمامه لنادي الزمالك خلال الأيام اللي جاية فكه لاعب كويس جدا لاعب كويس جدا طيب بالنسبة ليسين البحيري حتى الآن ما فيش مفاوضات رسمية من جانب الزمالك مع اللاعب والأولوية بالنسبة لنادي الزمالك هي ضم اللاعب يوسف الفحلي وجوزي جوميز طلب الفحلي فقط لنادي الزمالك طيب معايا عبر الهاتف الآن من زاوية أخرى وزاوية نادي الاتحاد دايما نادي الاتحاد غالي علينا جدا معايا عبر الهاتف الأستاذ محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد يا فندم مشرف ومنور دايما سعيد بتواجد حرارتك معايا ربنا خليك أستاذ كريم احنا اللي أسعد والله ربنا خلي حرارتك والدور السنادي وده سؤال الأول لك دور السنادي احنا شايفين الاتحاد بصورة جيدة جيدة يعني الصورة حلوة رغم كثير من الانتقادات اللي اتعرض لها الفترة الأخيرة كابتن طارق العشر واستقلته وتراجعه بس الاتحاد في المجمل صورته جيدة الموسم ده انتوا راضيين على الاتحاد الموسم ده والله كابتن احنا دايما بنتكلم بلغة الأرقام يعني الناس لما يكون بنتكلم بلغة الأرقام ونقول ان الاتحاد مثلا النهاردة في المركز الرابع اي نعم الاهل والدمال يكنسة مخلصوطش موشطات كتير لكن في المجمل زي ما حياتك بتقول لانا النهاردة موجود متواجد متواجد في المربع او متواجد في النص اللي فوق في الدوري ومن اول الموسم لحد النهاردة اعتقد انه يعني في المجمل زي ما حياتك بتقول ان الوضع اكيد يعني كطمأنينة وكوضع عامل النادي طبعا الوضع الحمد لله وضع كويس جدا ولكن احيانا انت عارف جماهيرنا طبعا جماهير برضو جماهير الاتحاد الجماهير الزواقة اللي حب دايما شوف رئيسها بتكسب وتلعب كويس ولكن احيانا في الدور التاني معدلات الدور التاني وخاصة بقى ان الفرق اللي تحت حضرتك سراع الهبوط على اشده وان ماتش بيطلعك ثلاث مراكز اربع مراكز وماتش بينزلك ثلاث اربع مراكز فاكيد الدنيا بتبقى بتتصعب كل مدى في الدور التاني فبس بنتطمن الناس ان الوضع اللي الحمد لله مطمئن وان الفرق ماشى باتجاه كويس الحمد لله وان كان الناس مش راضية شوية عن الاداء لكن ده مش مش في الاخر مش هو ده يعني الحساب اكيد بيبقى في اخر الموسم اكيد لما قعدنا مع كابتن طارق والسيد محمد قعد معاه بعد الاستيالة اكيد طبعا الحج ليه تأثير كبير جدا 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 مع كابتن طارق هو كان طبعا زعلان شوية من الجمهير اللي بتهاجمه بس الحمد لله يعني دهنا نعدي للفترة دية والحمد لله كابتن طارق مكمل معنا وان شاء الله ربنا يكرمنا كده وانقدم بقية الموسم بشكل جيد يرضي الناس ويرضي جمهور نادي الاتحاد وبرضو يرضي نغرورنا كعضاء مجلس ادارة يعني ان احنا برضو نعمل الاداء الكويس مع نتاج الكويس الحمد لله طيب حراج بتقول انه كابتن العشري مكمل نهاية الموسم بشكل طبيعي النهاردة كان فيه اخبار كتيرة جدا عن انه نادي الاتحاد يتفاوض مع المدير الفني بابا فسيليو هل الكلام ده خاطئ تماما ولا ما حصلش اي مفاوضات من اي نوع من اي اتجاه طبعا الاستاذ محمد يعني دايما معودنا على الديمقراطي اللي يفعزين الموضوع يعني لو فيه اي اتجاه من هذا النوع بنعمل مجلس ادارة او بنعمل بكون ترانس كول وبنتكلم في القصة لكن الكلام ده ليس لا اساس من الصحة خالص يعني خالص طيب انطرب من النادي مدرب كبير فيه كبير النتائج لحد دلوقتي النتائج كويسة جدا اعتقدش يعني ان فيه اي اتجاه لانه اي يحصل اي زعزاء على الفرقة في الاتجاه في الوقت الحالي عظيم جدا سيد محمد انا عارف ان انتو في نادي الاتحاد بتشتغلوا بالقدرات الذاتية حرفيا يعني وصراح من اقتل الاندية كمان اللي ما بنسمعش لمشاكل ولا ازمات وحتى الناس اللي بتدعم طول الوقت ما بتطلعش تقول انا دعمت ورغم ان الاتحاد بطبيعة الحال زي كثير من الاندية الجاملية في مصر طبيعي بيخش في ازمات مادية ومن المفروض او من المفترض يبقى عنده مشاكل مادية بس ما بنسمعش من اللعيب مثلا عنده مشكلة ومنسمعش اللعيب مثلا اشتكل الاتحاد في الاتحاد الدولي ومنسمعش الكلام ده خالص ازاي بتشتغلوا بالطريقة الصعبة جدا وقادرين تنجاحوا فيها بس والله يا سيد كريم يعني حدثك قلت الخلاصة بتاعت الموضوع دي حقيقة وطبعا الفضل ربنا سبحانه وتعالى سماتي لست محمد في المقام الاول دعم غير عادي ودعم غير محدود ومعه بعض من عضاء مجلس ادارة النادي الحقيقة يعني ما حدش بيبخل بأي جهد ولا بأي وقت ولا اي يعني ولا اي امور ملاية طبعا لكن في الاخر يعني محبش نتكلم في القصة دي والله لكن فعلا لا يعني سيد محمد طبعا انا مش هده اقول لحياتك يعني حاولي تسعين في المية من الدور ايم بي على اكمل وجه ده محياتك قلت ما عندناش مشكلة ما عندناش حد بيشتك ما عندناش الحمد لله لا لعيب اجناب ولا لعيب مصري فيش حد عنده مستحقات متأخرة فده كله صبعا فضل ربنا التيم كله اللي اختاره استاذ محمد كله تيم يعمل على قلب رجل واحد ودي الحمد لله ربنا يعني يعني يعلم احنا كمان بالنسبة بقية الانديا الجمالية احنا في موضوع اسعب كتير احنا عندنا 19 لعبة في النادي غير مثلا ما تلاقي النادي الاسماعيلي والنادي المصري كل واحد مفهمش غير كرة قدم بس فانا مطالب ان انا اصرف على 19 لعبة بحجم الاعضاء اللي نرد جمعي العمية عدت حوالي دخلين على 50 الف عضو فالموضوع تقيل بفعلا تقيل 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 هيلعب الاتحاد مباشرة في الدوري هل بتفكروا في اي اجراءات احتفالية تكريمية لنادي الزمالك بعد فوزه بالكون الفيدرالية والله ما نعرفش اللي هعمله في ود شرماتش الجاي لكن احنا اول الناس يمكن السيد محمد ادى اردر على الموقع الرسمي على طول يمكن كانت اول تهنيئة نزل تهنيئة نادي الاتحاد نادي الزمالك الشقيق طبعا وان شاء الله برضو نبارك للنادي الاهلي ان شاء الله الاسبوع اللي جايه بإذن الله طبعا فرق بتمثل مصر وده فخر وشرف لنا كلنا وان شاء الله يعني متعشمين في ربنا كده ان احنا نلحقهم بقى كده في اي بطولة السنة الجايه ان شاء الله فلا طبعا اكيد اكيد يعني السيد محمد حيشوف الموضوع بس خاصة يعني الموضوع حيبقى ممكن يبقى عندنا صعب شوية لانه الملع الماتشا حيتلعب في السلقة يعني لو كان الماتشا كان عندنا في اسكندرية اكيد كان حيبقى فيه اجواء عيبقى فيه تنظيم من ناحيتنا عيبقى فيه حاجة كويسة لكن يعني اكيد لابن بارك طبعا نادي الزمالك وقالف مبروكين والمجلس قدرته الجامعيره العظيمة وان شاء الله بإذن الله يعني يبقى نقدر نعمل اي حاجة يبقى لم يجوا عندنا ان شاء الله في اسكندرية شاء الله سيد محمد دايما السؤال ده مكرر انا عارف بس لانه واحد من اهم نجوم الدوري المصري مبلوله مؤكد طول الوقت عندكو عروض سواف مصر او خارج مصر بالنسبة للعب اللعب مكمل مع الاتحاد الموسم القادم ولا هتستثمره فيه بعد نهاية هذا الموسم والله يا بس انت عرف ان الكورة مفهش سوابتها كابتن كريم يعني هي القصة كلها العبال من الموسم بس يخلص واحنا بقت عندنا مشكلة امتداز الموسم دي كمان بقى موضوع صعب جدا 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 يا ريت والله نشوف لها حل يعني الموضوع فعلا بقى صعب الموسم بيشتغل طول السنة معادة شهر ونصف او شهرين بالكتير وده طبعا عامل لوت كبير حتى علينا حتى في النحة التسوقية حتى لما تيجي حدثك انت النهاردة بتفكر ان انت مسلا العب زي يا مبلوله لو جاله عروض النهاردة الدنيا بتبقى صعبة لانه هو النهاردة النادي اللي عايز يجي ياخده عايز ياخده النهاردة عايز ياخده في شهر ستة عشان يبدأ معاه في شهر سبع هكونا لسه شغال دوري فطبعا الموضوع صعب جدا فاحنا طبعا مش قادرين ناخد اي قرار دلوقتي لحد ما نشوف الدنيا انت حراك قلت نقطة في منتقى العمية وهي خطيرة وبيعاني منها كل الانداء بالمناسبة يعني اللي لات مسلا عندك عرض من مبلول العرض دوت عرض ماد كبير جدا فانت ممكن توافق انك تيسيبه لنهاية الموسم وتاخد الفلوس دي تستسمر بيها في نادي الزمانك في لعبين في نادي الاتحاد في لعبين اخرين بس برضو في نفس الوقت اتشتعفت بيها في شهر ستة وانت لسه الموسم شغال اه الموضوع صعب جدا موضوع صعب اكيد ما ده من مساوى امتداد المواسم والله يا كبتن كريم وربنا ان شاء الله بقى يعني يسر ونحاول يا رب نشوفها مخرج او علاج للموضوع ده احنا بقى اربع مواسم من ايام الكورونا والموضوع صعب جدا جدا فعلا صحيح وان شاء الله نتمنى الخير للكرى المصرية كلها يا رب يا رب دايما يتوفيق كمان لنادي الاتحاد وستاذ محمد احمد سلام عدو مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة القيمة طيب نهاردة نادي الزمالك اعلن بشكل رسمي صابت احمد حمدي بقطع فيه الرباط الصديبي الامامي للرجبة كان عمل اشعة واللعب خلاص هيغيب لفترة مؤكد طويلة تعرفين بقى الغياب في الرباط الصديبي دلوقتي بقى بيوصل لتمن شهور ربنا يا رب يشفيه ويعفيه وبإذن الله يوصل او يلعب او يعود للملاعب قبل هذه المدة بلا رب يشفيه ويعفيه احيانا الكرة بتبقى ظلم معه في الامور دي يعني هو في البيك بتاع مستوى في افضل مستوياته مسجل هدف الفوز لفريقه في نهاية الكونفيدرالية ماشي في الدولة بشكل رائع جدا في بطولة افريكة ماشي بشكل رائع جدا واصابة هتبعده لفترة طويلة تأكيد خسارة للزمالك كبيرة جدا وبالتأكيد خسارة للعب بس ربنا يا رب يشفيه ويعفيه ويرجع في اسرع وقت ممكن واحمل مواهب المهم جدا شفت انا كنت بعرض لك من شوية القائمة المبدئية لمنتخابنا الوطني لمباراتي بوركينة وغينيا بيساوي كابتن حسام حسن كان حاطعينه على احمد حمدي وشايفه لعب مهمه كان موجود احمد حمدي فيه القائمة نكمل مجلس لغاية نادي الزمالك جهز المكافئات الخاصة بلعبي الفريق بعد تتويج بيئة الكنفضلية كل لعب هيحصل على ما الله يقل عن ربعمائة الف جنيه والمبلغ هيقل بحسب نسبة المشاركة كلام محترم نهاردة خبر حزين لقرة القدم في العالم في العالم كله مش احنا بس وبشكل شخص انا حزين جدا بس العالم كله حزين النهاردة اللي بيحب الكرة في العالم كله حزين ليه؟ تتساقط اوراق الشجر خلاص واحد من الاسماء الاخيرة في الجيل العظيم لكرة القدم الاسماء العظيمة في كرة القدم واحد من اللي امتعونا على مدار سنوات طويلة جدا واحد من احلى احلى واجمل اللعيبة الالمان عادة اللعيبة الالمان ما بيقوش مهريين اوي بس ده من اجمل اللعيبة اللي شفتها بتلعب كرة كرة فرجله مزيكة كمانجة تتعزف توني كروس النهاردة نجم وسط ريال مدريد ولعب المنتخب الالماني اعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي كانت مفاجأة للجميع احنا كنا منتكلم على ان هيكمل في ريال مدريد موسم كمان ولا لا انه هيروح ياخد تجربة اخرى ولا لا فجأة الراجل تلع واقع انه اعتزل كرة القدم ادارة ريال مدريد حاولت تقنع توني كروس بالتجديد لموسم اخر لكنه قرر انه زي بيقوله كده يعلق الحزاء ويعتزل كرة القدم بعد بطولة يورو 2024 بعد مسيرة رائعة خيالية في كرة القدم مليئة بالالقاب والارقام تعالى نشوف بعض من هذه الارقام العظيمة لتوني كروس هو لعب في مسيرة 463 مباراة سجل 28 هدف صنع 98 هدف في دوري ابطال اوروبا كسب 5 بطولات كسب 3 دوري الماني 4 دوري اسباني 5 سوبر اوروبي 4 سوبر اسباني 3 كاس المانيا 1 كاس عالم ايه ده ايه الارقام ده بالمناسبة في رقم دايما كنت بحبه اول توني كروس يعني انه لما بتخش على اي احصائيات بتشوف دقة التمريرات عند اللاعبين ده الكلام ده مع ريان مدديد مع بار موريخ مع منتخب الالماني هتلاقي توني كروس دايما غالبا معدد 90% دقة تمريراته 90% ده بيطلع الكرة من رجله في رجل اللاعب كرة طولية بقى كرة قصيرة هي هتروح لرجل اللاعب زميله دقة التمريرات مش طبعية يعني اعجاز يعني توني كروس دا كان واحد من اعظم اللاعب اللي شفتها في حياتي طيب نهارده كمان بجملة يعني الاسماء العظيمة يعني مدرب الايطالي الشهير كلاوديو رانيري صاحب معجزة ليستر سيتي في 2016 قائد هذه المعجزة في 2016 لما كسب الدول الانجليزي وسط العمالقة بفريق ليستر سيتي نهارده اعلن هو الاخر اعتزاله التدريب بعد فترة مع فريق كالياري الايطالي انقذ الفريق من الهبوط 30 سنة من التدريب عمل فيهم اعجازات وانجازات خطيرة جدا وللأسف كلاوديو رانيري مش هيدرب تاني هو له المعجزة واحدة من اهم المعجزات في تاريخ كرة القدم معجزة ليستر سيتي دي في 2016 لها ايضا ارقام عظيمة جدا مع كالياري كمان ادي الفريق اتجنم معه الهبوط بعد محتل المركز الخمستاشر ب36 نقطة في الدولة الاطالية طبعا ابرز محطاته هي محطة ليستر زي ما قلت لحضراتكم والفوز بالدولة الانجليزية للمرة الاولى في تاريخ النادي وسط العمالقة في 2016 سلام لرانيري طيب في خبر لازيز اول نهاردة افهمك الحياة بتمشي ازاي في كرة القدم يعني كان خبر عجبني يعني ساعة سلاتك الانجليزية النهاردة قالت ان النسبة مشاهدة الناس للتلفزيون في مباراة ليفربول الاخيرة ضد ويلبر هامتون كانت اكتر بسبعين في المية من مباراة تتويج منشستر سيتي بالدوري لا اكتز معايا يعني شاو فريق مش هيكسة بالدوري ولا حاجة المباراة ملاش لازمة اصلا بنسبة اكبر من مباراة منشستر سيتي اللي كسبت دوري بسبعين في المية ليه بقى ليه الناس كانت عايز تفرج على مشاهد الوداع بتاعت جيهورجان كلوب قالوا لك ايه بقى كمان قالوا لك انه مش بس نسبة المشاهدة على التلفزيون كانت اكبر لصالح يورجان كلوب او ليفربول او مباراة ليفربول عن منشستر سيتي قالك لا ده المشاهد كمان بتاعت يورجان كلوب على السوشل ميديا كانت اكبر بكتير من مشاهد تتويج منشستر سيتي بالدوري تفاصيل حلوة كده لذيذة لذيذة يورجان كلوب تاريخ عظيم جدا مع ليفربول يعني اعاد ليفربول مرة اخرى للواجهة بقى منافس عظيم وبالمناسبة بقى شيء يذكر يعني اللقطة لما كان بيب جورديولا بيتسائل على يورجان كلوب في المؤتمر الصحفي والراجل شبه بكة او دمع يعني على يورجان كلوب منافسه الاكبر في الدورة الانجليزية بيب جورديولا كان بيتكلم على انه كان يورجان كلوب بيب جورديول كده يورجان كلوب كان ليه الفضل انه منشستر سيتي مستوى يتحسن كان ليه الفضل انه سعيدني ان انا اعرف اشتغل وانجح ازاي بالمنافسة القوية جدا شايف الاحترام شايف الجمال شايف الناس اللي في حتة تانية بيتكلم عن المنافس بتاعه الاهم يعني انا اللقتي مثلا المنافس بتاعه الاهم مش موجود اقول ايه الحمد لله بقى مشي ان انا كده الدنيا فديتلي لا ده بيقول انا زعلان عشان لما كان عندي منافس جامد كنت انا بتحسن وفي الايتي بتبقى جامدة شايف التفكير شايف العقلية احنا عندنا ايه وقع لجنبك عشان تبقى انت فوق مش تحول تعلى لا وقعوا هتبقى انت فوق طبيعة الحال لكن الناس هنا بتفكر بتارية تانية خالص طيب نادي الزمالك من شوية اصدر بيان رسمي محترم جدا بيشكر من خلاله ياسين البحيري لعب نهضة بركان بعد لقطته مع نبيل دونجا اللقطة الشهيرة جدا يسمى المجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة الكامت الحسين اللبيب التصرف الرائع اللي قام به ياسين البحيري لعب فريق ناضي بركان المغربي في ايام نهاية كأس الكونفيدرالية بعدما تدخل يمنع سقوط نبيل اعمال دونجا بشكل خطير في كرة كانت كفيلة بتعرض اللعب لاصابة خطيرة خلال مباراة نهاية الكونفيدرالية ويتواجه مجلس ادارة نادي الزمالك ببالغ الشكر والتقديل للعب على تصرفه والازل لقى استحسانا واسعا من جميع النادي الزمالك ومتابعة كرة القدم عمتا متمنيين دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته بالكرة القدم كلام محترم جدا فكرونا فكرونا بالصورة ايه الصورة ايه صورة يعني صورة عظيمة جدا يعني صورة عظيمة جدا في حاجات كده في الكرة بتبقى حلوة احلى من جول واحلى من ترئيسة واحلى من تمريرة الحاجات دي بقى اللي خليك تحب الكرة حاجات دي اللي خليك تحب الكرة عظم عايق طيب عايز اروح دلوقتي لتأهيل حلو قوي عن انطلاق معسكر تأهيلي اللي لعبين من زو الهمم استعدادا للمشاركة المصرية ان شاء الله في الألعاب الوطنية الشتوية الولمبيات الخاصة في تورينو ايطاليا 2025 شوفوا التأهيل حلو قوي ده وبعد الفاصل نستقبل الكابتن الكبير كابتن اسامة عبد الكريم خليكم معنا احنا النهاردة انا سعيد جدا باليوم النهاردة احنا معانا عدد كبير من أولادنا من زاوي الهمم من زاوي العاقة الزينية هم وقصرهم موجودين معانا دي المسابقة المحلية لاختيار الفرق اللي حتسافر معانا تلعب الألعاب العالمية الشتوية في ايطاليا العام القادم ان شاء الله في مارس القادم دي التصفيات المحلية الولاد حيتسابقوا في هذا المجال في مجالات مختلفة ألعاب قوة تساحلقوا على الجليد هوكي الجليد مجموعة كبيرة من الألعاب كنا قبل كده ولا بنعرف ندربهم لأنه ما عندناش تلج في مصر أماكن فيها تلج ولا بنعرف نعمل المسابقات الوطنية ونتمنى ان احنا نرجع بمدليات كثيرة ان شاء الله بإذن الله فرصة عظيمة لأبنائنا وأبطالنا من ذوي الهمم أنه تطح لهم الفرصة لتدرب على الألعاب الشتوية لأنه السنة الجاية بإذن الله هيكون فيه أول مشاركة لفرق بتاعتنا والأبطالنا في الأوروبيات اللي حيقام السنة الجاية في أوروبا بإذن الله أول حقا أنا مبسوط جدا أن أنا موجودة النهاردة في حدث زي دا حدث عظيم الألعاب الوطنية الشتوية دي حاجة جديدة علينا في مصر بس خلاص هتبقى موجودة لذوي الهمم ده موضوع عظيم عارف أنت محتاجين طول الوقت يبقى فيه دعم محتاجين طول الوقت اللي احنا نبقى موجودين معاهم طول الوقت لازم نبقى موجودين في ظهرهم عشان يطلعوا أحسن ما عندهم فدي هي من الحاجات الجميلة والعظيمة اللي حصلت تاني عارض طبعا مهم وكمان ليهم نفسيا هم بيبقوا مبسوطين يعني هم عارف الحاجات البسيطة أي حاجة بسيطة لزي دا وهم بنحسسهم اللي هم موجودين وبيعملوا حاجات كويسة جدا جدا فدي حاجة ليهم عظيمة لا دي حاجات كويسة نشكر كل الوزرات اللي موجودة النهاردة معانا اللي مقدمين الدعم للزي دا وإن شاء الله نشوفهم بقى مقصرين الدنيا الرأي أعشق حاجة اسمها التطوع مش بس كلعب لكن متطوع ومتطوع رسمي أدوار كده مختلفة ووضعي ما كان جميل أول مرة احتضن الحدث دا زي ما دكتور عمد قال برضو مصرف 1988 احتضنت أول ألعاب وطنية شتوية هنا في هنا وإن شاء الله يعني يكون عند حسن ظنون كده يا رب بالزبط يا غوة المكان لازم يكون مناسب قويس ما يكونش فيه حاجات تعاوكم ومعوقات الكلام دا خالص بس لكن عشان احنا في مصر هنا ما عندناش تلك احنا مش على خط الاستواء احنا مش زي دول أوروبا والحيطة دي بس المكان كويس وانا طبعا نادي ما كالشباقة ما كالستدليب بوسعية المكان دي ضرب كويس عشان شرك في المسابقة في بتاعة الامبيت الخاص اللي كانت في بوسعية المتورة الإكرامية بتاعت الجالي المكان جديد بالنسبة لنا وربنا ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل حاجة عشان نشرب بلدنا طبعا مكان طحفة يعني مكان جميل ويساعد ان احنا نتمرن فيه اكتر وقتا ان شاء الله بإذن الله في العاب كريف الهوكي وفي العاب الكوة واخد كازا بطولة يعني اخد بطولة في امريكا وطولة في النمسا في سوريا انا انا نادي حسيمة انا شاء الله انا اتب شاء الله اللي حبا نشطولة وحتى ام صلة بس موسيقى 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 يعلم بحضراتكم مرة اخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة كابتننا كبير كابتن اسامة عبد الكريم ودارب حراس مانو ومتخابنا الولمبيا الصابق ومحلل رقم 10 يا كابتن اسامة ومنور الدنيا انت اللي منور دايما ناكيب اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفقر مطش الزباك كان صعب اه؟ اه طبعا صعب على العصاب يعني طبعا 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 صعب كورة يعني كانت زمالك يعني مع احزان زمالك الهدف ادي امل كبير جدا ان انت نتيجة واحد سفر بتنهي المباراة صحب فطبعا انت فرقة جاية منظمة دفاعية بشكل كبير جدا نهد بركان لابد بتنظيم دفاعي انما كان من اول دقيقة في المباراة كان فيه شراسة هجومية تمت للعيبة نادي الزمالك تقريبا في اول خمس ست دقايق كان فيه شراسة هجومية جمدة جدا انت ماك عشرين ديها كانوا حلوين اوش اه بزبط يعني فانما كان فيه شراسة قوية في الاول خمس ست دقايق اذا مالك فرص وربعد متكررة فكان بيفك التلاصم بتاع فرقة نهد بركان انما في الاخر طبعا احمد حمدي قدر يحل اللغز الصعب في هذه المباراة ويحرز هدف ولا اجمل ولا ارواع من كده لو جبنا الصور لو الاعداد جاب لنا الصور بتاع اللقطات بتاع المباراة نهد بركان هفراجك على الكرة اللي عملها زيزو لأحمد حمدي طبعا هنا بداية الكرة هنا من عمد المسلوسي حمزة المسلوسي لقى بالكرة ورجحها لزيزو انما للأسف اتقطعت منه كان في الحتة في المساحة اللي قدامه دي حسام عبد المجيد اللي رجع الكرة ماشي الكرة تاني رجع الكرة تاني في اتجاه زيزو مرة تانية اللي خد الراجل كده يعني بلغة لعبة كرة شراب غز الراجل في حتة ايه صغيرة جدا كده وبوز الجزمة شايف من اللي بيرفع ايده ده احمد حمدي لا ارجع باللقطة اللي فاتت دي يدوبك زيزو كده رفع وشه لا احمد حمدي بيشاور وبعيدا عن مساحة مفيش مرقبة من لعبة نهد بركان لعب كرة كده زي كرة الشراب كده بوش رجليه رفحها حطاها احمد حمدي من الكرات الجميلة اللي فرححت ملايين من الزم الكوية في مصر وفي الوطن العربي وفرحت جمهور الكرة المصرية ببطولة مهمة لنادي الزم الكوية عجبني لقطة كمان انه عرض الزم الكوية بيطالع بيان بيشكر ياسين البحيلي اللقطة تعدون جديد طبعا طبعا حاجة تحسب لهذا اللاعب الخلوق المؤدد وانا شايف ان فيه ثقافة وانا بتفرق حتى النهاردة على مبارات سراميكا والبنك الاهلي فيه ثقافة واضح ان في اللعيبة وروح حلوة قوي عجباني بصراحة ان تتنقل الثقافة دي لكل ملعبنا ولكل اللعيبة كان فيه لقطة شبهها ازاي بنحافظ شبهها بالزبط كده هتتفرج عليها دي طبعا ياسين البحيري مع دونجا طبعا انقاذه من سقوطه كان ممكن يبقى عنيف ان ينزل على دماغه لتعمله اصابة خطيرة فيه اللقطة التانية هتجيبها من مبارات البنك الاهلي وسراميكا كان محمد الجزار في كورة مع صديق جولة وطلع محمد الجزار فوق اكتاف صديق جولة كل الصدمة عشان لان كان هيقع وقع صعبة جدا بص هنا صديق مسكه ازاي لان كان نازل على الحديد دي كانت من القراط الصعبة جدا من الالعاب الصعبة جدا بص هنا كان نازل على الحتة بتاعة الصعبة الحديد شايفها ونزل بدماغه هنا كانت تبقى صعبة قوي بص صديق شاله ازاي يعني كورة هنا في حالة تنفسية قوية جدا وفيه التحامل في عز الصراع ده وانما صديق ينقذ محمد الجزار من تصادم قوي جدا على البلعات اللي ممكن كانت لان دي حديد طبعا تحتها كلها كريم كانت ممكن تبقى صابة كبيرة جدا لمحمد الجزار هتبان كمان اكتر في الوش من اللقطة اللي في الوش هنا وهو بيعمله هنا بص هتشوف بقى صديق بيمسكه ازاي شايف صديق بيمسكه ازاي بص بص شايف ايدين صديق اليمين شايف بص شاله ازاي صديق كده عشان ما ينزلش على الارض هو اللي حمل اللقطة دي فدي من اللقطات اللي عجبتني النهاردة جدا 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 في مبرات بص هو نازل بقى سماسكه ازاي بص كل ده صديق هو اللي شال محمد الجزار لانه كان نازل على الحتة الحديد اللي فيها المجرى المائي بتاع اللي بين التراك وبين الملعب لا كانت تبقى اصابة من الاصابات القوية وهو الشكر لصديق جوله كبير طبعا ويريت البنك الاهلي كمان يشكر النهاردة صديق لازم بصراحة لان دي من اللقطات اللي ممكن تكون الناس مخدتش بالها منها في اللقاء وبحماس اللقاء اللي كان مشتعل خلال التسعين دقيقة انه من اللقطات المهمة اللي لازم كلنا نقف عندها ان احنا ننشر ده وسط لعيبتنا وسط لعيبة الدوري وسط كل اللعيبة اللي بتلعب في الدوريات العربية ان يكون ثقافة الاحترام ولغة ان انا ازاي احافظ على زميلي في الملعب على قدر الامكان فدي حاجة كويسة بالنسبة لعيبة قرور القدر عظيم جدا عايزين تتكلمني على حاجة في مبارات الاهلي والتراجي اللي فاتت مبارات الاهلي والتراجي كان فيها لقطة بس للأسف الشديد السور معرفتش تتخدمنا كبيرة جدا بعد اصابة علي معلول بعد اصابة علي معلول خلاص الحتة دي فضيوت الحتة بتاعت الشمال فحسين الشحات الجري قبل طبعا دي هي احنا جبنا اللقطات من من اخيرة بعد الهجمة حسين الشحات الجري رفع ايدين لتنين وقال لك انا اللي هلعب في الحتة دي امام قال له اطلع انت قدام اطلع انت قدام وسبني قال له لا سبني انا هشتغل عليها اما جري امامه وكورة بتادي تتنقل فتتتنقل في وسط الملعب امامه وهو بيعمل الاسكان اللي وراء كده فلقى رقم 8 تقى عندهم في التراجي بيشاور للعيبة التراجي لعبولي في المساحة اللي في ظهر الباكليفت هنا اللي هو حسين الشحات فرح منها الهجمة يرجع بقى يرجع بالصورة تانية قبل ما ينزل كريم فؤاد بالزبط كده فرجع بقى الصورة دي بقى اللقطة دي اللي هو فيها تقى رقم 8 هنا اللي عمل اخطر قورة في التسعين دقيقة في المبارات التراجي والنادي الاهلي اللي كانت ممكن تتبقى في بداية هتبقى كانت الاسوأ اللي في هذه المباراة ان لو تم احراز هدف منها هنا ماشي ماشي الصورة هات الصورة اللي بعدها هنا قدر تقى يعمل الكروس هنا انما طبعا الحمد لله كان الراجل طلع الواحده طبعا وكان من الكرات الصعبة انما مصطفى شبير عامل شكل النجمة بشكل كبير جدا بالمناسبة ناس كتير ناس كتير الرابط الصورة احساسي بيها مصطفى لمسها بتراطيف صورة احساسي بيها وانا بتفرج من اللقطة الاولى ان في لمس حصل انما الحاكم المباراة الحمد لله بص كره ناسها صعبة جدا ان هي لو ما لمس لان انا اعتقاد الشخص فيها القرى هنا في اللقطة دي موجهة في اتجاه المرمى ملهاش حل تاني انها تنزل جنب القائم بالشكل اللي احنا شفناه ده اللي لما يكون حصل للمس في التراطيف بتاعة الجوانتي بتاع مصطفى شبير فاحساسي بيها من اللقطة الاولى وانا بتفرج عليها ان ده حصل فهنا تحسب انا عايز اقول وعلم نقطة مضيئة على لعيب كبير جدا وعنده رؤية كويسة جدا اسمه امام عشور امام اللي ارى المشهد ده امام اللي كان وهو بيجري عشان يضغط في وسط ملعب الترجي هو اللي عمل الاسكان ده وكان كفيل انه هو لو لقف في الحتة دي ما كان حسين الشحات ما كانتش الفرصة دي الخطيرة لنادي الترجي كانت ممكن تيجي لان الاسف حتة حسين الشحات ما بيقدرش يشتغل على الحتة الدفاعية زي امام عشور بالشكل متفائل للاهل يوم السابت متفائل طبعا جدا انما عايز اقول لهم نقطة مهمة جدا مباراة صعبة اول صعبة الحاجتين ولازم مصر كولر يبقى عنده الحلول لها الحاجة الاولانية ان فرقة هتدفع بشكل كويس جدا هم منظمين دفاعيين كويس جدا مش من السهل ان انت تختارك دفاعاتهم بالاخص هو متعادل سفر سفر فعايز يطلع بنتيجة تعادل او يشتغل على هجمة مرتدة فيحرجك ويخلي المباراة تصعب عليك الحاجة التانية الكرات السابتة هم عندهم بلعبوا الكرات السابتة بشكل ايجابي جدا بشكل كويس جدا عندهم اطوال بيشتغلوا كويس قوي لو قدرنا نحل اللغز ده زي ما النادي الاهلي لعب هناك وكان بشكل كويس جدا وبالاخص في الشوت التاني ان انا اشتغل ان انا على البلد اوب ان ازاي ابني كويس الهجمات وازاي افنش كويس ان الاهلي كان بيبدأ كويس قوي بيبني كويس قوي انما ما كانش بيفنش احسن حاجة لو كان الفنش عنده لعيبة مركزة ان انا افنش كويس على المرمى لأ كانتم منكم ترجع النادي الاهلي بالنتيجة ايجابية من المباراة في تونس انما ان شاء الله هنبرك لنادي الاهلي يوم السابت تكون الناس زمالك الحد السابق كونفدرالية ونادي الاهلي ان شاء الله في السابت القادم يحقق الافريقية ويبقى القرى المصرية وهي اللي على رأس افريقيا كلها في قرى القدم عما نلعب نهائي السوبر بين الزمالك والنادي الاهلي عظيم جد نهاردة في الدوري كان ثلاث مباريات منهم هدف فيه هدف سجل هدف عكسي وهدف من ضرب الجزاء فيش هدف ملعوبة نهاردة تقريبا بصبت المباراة القولة كانت مباراة بلدية المحلة والداخلية طبعا بلدية المحلة كانت نهاردة كل املها في ثلاث نقاط مهمة وبالاخص يعني ان فرقة زي الداخلية فقدت الامل تقريبا في جدول الدوري لان كل الفرقة المنافسة اللي معها اللي بتلعب معها خسرت قدامها عندهم مشكلة كبيرة جدا فرقة في مرسل الدوري لقابة 23 مباراة سجلت سبع اهداف ده رقم قليل جدا جايبين لعيب بافريقيا اسمه يوسف تونجي الراجل بيروح بفرص طبعا ما الاعداد دي يقدر يجيب لنا الفرص دي سهلة جدا ان انا وده من النقط اللي بتوقفنا هنا هو انا كل واحد اصمر طويل قوي عنده عضلات وبيجري شوية سرعة يعني بص الكرة دي بتاع تيوسف تونجي انت هنا بتفكر في ايه ده في الديئة ستة انت ممكن تفتح المباراة ارجع تاني ارجع تاني بي بص هنا خطأ من الراجل في نص الملعب لنادي البلدية حط وش رجلك على طول في المرمى زي ما تيجي تيجي دي كرة هدف انت بتفكر في ايه في الكرة دي انا مش فهمه طبعا ده بيديك المدلول ليه البلدية الداخلية عندها سبع اهداف بس بطول المرسل ممكن نعيد ضربة الجزائي تاني لعب على شهاد ضربة الجزائي انا حاس الحرس مش رامي يتحرس يعني مش فارد ايده كويس لا هو اترامى من مكانه وترامى الجنب الفوق لازم تبقى لتحت اكتر ولازم احط رجلي يمين انا واخد القرار خلاص ان انا هنزل يمين بص ما انفعش رجلي يمين من السبات في المكان اللازم اخدها قدامي واحدة ويبقى جسمي الاكتر للتحت عشان معاك ايدك الشمال اللي هي الايدة العكسية بالنسبة لك لو الكرة عالية تقدر تحط ايدك فيها انما اللي فوق دي هتحط ايدك فيها ازاي بص انت ترمي فوق بص دي فوق فين وكرة على الارض خلاص ازاي طب انت عتوصل لكرة بانهي شكل طبعا دي خبرات يعني محمد مجد من الرجوان الكويسة ودي خبرات يعني بيكتسبها يوم وراء الآخر انما هو من الحراس اللي عملت موسم مع نادي الداخلية بشكل كويس جدا الحاجة التانية في اللقطة رقم 9 ده اللي اسم حسام اشرب لعب نادي الزمالك هو المعارب البلدية ده هدف الدوري لازم نادي الزمالك ياخد باله انت بتتكلم النهاردة في هدف الدوري بيلعب في نادي بيصارع على الهبوط عنده 22 نقطة وهو لهدف الدوري فتعرف ان ده هدف من العيار السقيل ده زم نادي الزمالك ياخد حساباته بشكل كبير جدا في قصة حسام اشرب طبعا في الاخر التلات نقاط النهاردة ادوا ارتاحية كبيرة لنادي البلدية لانه تساوى في عدد النقاط مع نادي البنك الاهلي دي طبعا فرصة من الفرص الضائعة للنادي الداخلية ودي فرصة تانية هي التي يوسف تونجي هنا معرفش برضو بالراجب يفكر في ايه هنا بص تفرق على دي يعني استلم ازاي بالكعب ورايح يعني الافرقى لازم يبقى لهم معايير تانية خالص واحنا بنتعاقد مع اللعيب الافريقي في الدوري المصري لازم يكون لهم يا كريم معايير تانية خالص لازم يكون لعيب دولي لعيب عدد ماتشاط معينة لعيب اساسي في منتخب بلاده لازم تعمل معايير عشان اعرف اتعاقد مع اللعيب الافريقي مش شرط ان انا كل واحد بيلعب في اكاديمية برا ولا بيلعب في نادي برا وبيحمل السرعة والقوة فيبقى ده بالنسبة لي لعيب جيد لا انت بتدفع هنا اللعيب الافريقي بتدفع وتتعامل معايب الدولار فده بالعملة الصعبة لازم اختياراتي لي في الاندية تكون على قدر القيمة اللي انا بتفحها في اللعيب الافريقي عظيم جد المباراة التانية هل نهاردة كهي تكلم عنها انا مش عارف هو هيجيب الجيش والجونة اه طرع الجيش والجونة يا شباب معنا الجيش والجونة في المباراة تعادل سفر سفر تقريبا حالة الفرقاتين قبل المباراة كانت تقريبا حالة واحدة يعني متشابه دي من الفرص اللي علي حمدي شطها كويس جدا انما صبح سليمان كان واقف رغم العدد الكبير اللي قدامه انما قدر يتصدى ليها بشكل كويس دي من الكرات بقى اللي اوقف هنا بقى لا اوقف 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 ارجع تاني بقى عندي الفدد ارجع تاني هنا احمد سبيل بص الكرة من المسافة كبيرة جدا لازم انا تقديري كحارس مرمى صبح سليمان من الحراس الجيدين اللي عاملين شغل كويس جدا مع الجونة الموسم ده ما نفعش بقى انا طالع لوحدي في التكف ده وفي الارتقاء ده وفي الاخر يبقى القرار خاطئ ولكرة لو فيها افصاية ولا فيها التحمية ماشي الكرة بقى ماشي الكرة بص ايوة ايوة بص هنا لازم اطلع هنا في قوة بص انطلع براحته ورجله على الارض ما فيش تكف ما اطلعش براحته يعني كل ده الطايمينج بتاع التكف اللي حصل من على الارض مش مزبوط تقديري له الكرة مش مزبوطة لو الكرة دي بقى في الجون بقت ايه بقت هدف يبقى انت يا صبحي يعني شغال بشكل كويس واحنا بنتكلم عليك بشكل كويس ما نفعش في كرة زي دي تبقى انت سبب خسارة فرقتك ثلاث نقاط مهمة وانت ماشي معاهم بشكل جيد طبعا دي بنقوله خلي بالك يا صبحي لان دي خبرات ان الكرة مفاش لهم مفاش اي حاجة لازم تخلي بالك منها بشكل كويس افضل من كده هاته اللقطة اللي بعدها طبعا دي جبريل هنا كرة بتاعت القائم هنا يعني كانت مقرات صعبة وهنا ايمن مكة انا برضو مش فهمه يعني بص هنا ايمن مكة بعد ده ما كرة جات في القائم راح يلعب كرة ألعب هنا برجل اليمين ولا برجل الشمال يا كريم انهي الاقرب ليه هنا انهي اقرب عشان احط رجلي لكرة رجل الشمال لازم اشغل على الشمال اللي خلينا احط رجلي اليمين عشان انا والكرة برا العرضة واغبط في العرضة اللي من برا كرة جون لو حطيت رجلك الشمال كانت تكلفت نادي الجيش هدف من جبريل اللي لقى بكرة بصراحة كويسة جدا انما للأسف ايمن مكة مقدرش يفنش بشكل ايجابي هوريك لقطة هوريك لقطة وعايزك تاخد بالك منها بص كريم طريق هنا مع احمد الشيخ اوقف بقى اوقف 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 لا ارجع في اللفاتة دي ايوة ارجع لحد اما تروق لحد احمد الشيخ ارجع ايوة ماشي كرة لعبة تمام بص احمد الشيخ اوقف بقى اتفرج على يسر وحيد ده يسر وحيد ده خلي بالك وفتكر الكلام ده الخناء شغلة من دلوقتي في الهدوء خلي بالك لسه الموضوع ما سخنش عشان ايه الرجل على زمة نادي ومعارم النادي يعني هو على زمة نادي طلاق الجيش هو معارم النادي الترسنة يعني هو يعني لسه بنية البيع يعني هو معار بنية البيع بلسه اجراءات بيع وما تمتش انما الخناء القادمة وفتكر الكلام ده كويس بين النادي الزمالك والنادي الاهلي على يسر وحيد هي ده الخناء القادمة ده ان تقريبا يسر وحيد النهارده بيمثل فوق ال 50-60% من القوة الضربة لخط هجوم نادي طلاق الجيش طبعا لاقي بالكورة هنا يعتبر انفراد كامل لاحمد الشيخ اللي حطها بغرابة شديدة جدا بصراحة كانت لازم هنا تسكن الشباك ويكون في المرمى بشكل كبير جدا انما تيجي جنب القائب هات الحالة اللي بعدها برضو هنا هتلاقي برضو احمد الشيخ بطل هذه اللقطة برضو نفس الكلامة هو كريم طارق احمد الشيخ ده انفراد انت عايز منه ايه يعني كورة زي دي انت عايز منه ايه فهنا احمد الشيخ خصر كابتن عبد الحميد بسيوني ونادي طلاق الجيش سلط نقاط مهمة جدا في مرسل الدولي رغم ان انا شايف يعني التعادل هما الفرقتين راضين بيه قال فرصة دي فرصة هدف محقق ودي اعتبر الفرصة التانية لأحمد الشيخ انما الفرقتين قبل ما يبدأوا المباراة كان عندهم 29 نقطة النهاردة الاتنين عندهم 30 نقطة الاتنين جايين من تعادل الجونة كان بيلعب الداخلية تعادل 0-0 الجيش كان بيلعب الاسماعيل لتعادل 1-1 الاتنين نفسهم هادي قاعدين في حتة كويسة في ترتيب جدول الدوري فنفسهم هادي بشكل كبير جدا عايزة اخم معك مباراة سراميكا كليوباترا والبنك العلي سريع عشان فيه سؤال كمان مهم شايلهولا جدا سراميكا كليوباترا واحنا شوفنا طبعا الهدف العكس اللي جابه للأسف محمد الجزار طبعا هنا كرة كانت ضربة روكنية تحرك كبير جدا من من لعيب النادس راميكا لقدوسي عبد الرحمن بودي اللي بيلعب بشماله ومحاططها الراجل بيمينه فتيجي هنا في الحتة دي عشان الجزار يخش يجيب الكرة في نفسه أما تيجي تبص هنا وقف بقى في الاطلاق بس بس وقف هنا مين اللي في ظهر الجزار هنا وهو طالع في ظهره عاصم صلح هنا لازم هنا عاصم ده كابت الفرق وعمل تغطية عقسية عشرة على عشرة عشان يقفل على الناحية دي بس للأسف الشديد وكان هنا الكرة بص في المتناول انزل كده بالكرة كان في المتناول من اللي ركب الكرة عاصمة وكان يقدر عاصم صلاح إنما للأسف لغة الكلام اللي ما تمتش بين عاصم صلاح وبين محمد الجزار هي اللي كلفت نادي البنك الأهلي هدف عشان سراميكا ياخد ثلاث نقاط ويضع نادي البنك الأهلي في موضع الصراع على البقاء مرة أخرى إنما رغم ده إنما في استقرار كبير جدا من سات اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي في استقرار من الجهاز الفني واللعبين إنهم مكملين الفترة القادمة بشكل كبير جدا إنما لعبات النادي البنك الأهلي فيهم ميزة إنهم عندهم مسكوضات قوي يقدروا بشكل كبير يشتغلوا على نفسهم الفترة الجاية ويقدروا يعودوا في موقف كويس في جدول الدوري عظيم جدا دلوقتي في قائمة منتخب مصر المبدأة اللي هي في ستين لعب اللي أرسلها الكابتن حسان محسن إختار منها 25 لعب في محمد الشناوي أحمد الشناوي محمد عواد والمهدي سليمان وجنش ومحمد بسام ومصطفى الشبير ومحمود جاد وهيختار أربعة تمام مين لأربعة الخناءة جاية جاية خناءة الأولانية يعني أنا عارف أنت سؤالك في الآخر هيروح على الخناءة أنا عارف أنت عايز توصل لا مش محب الخناءة لا 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 يا كريم أنا حافظك بس أنا راجل سلمي بس أنا راجل سلمي الخناءة يعني إنما الحتة بتاعت مركز حراطس المرمى مركز رخي فيها منافسة كبيرة فيها صراع فيها صراع قوي جدا بين مين هيلعب بين مش هيلعب أنا شايف أنا عملت أنا سويت طب أنا اللي ماشي دلوقتي أنا سويت دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيه هتيجي تبص فيه بحتة القيمة طالما اتاخد الشناوي في القيمة وكابتن حسام حسن هيدم الشناوي للمنتخب وده حقه طالما أصبح سليم تماما الناحية التانية النادي الأهلي بيلعب النهائي لبطولة أفريقيا يوم السبت ولي لحيلعب المباراة مصطفى شبير إن شاء الله نبرك للنادي الأهلي ونبرك لمصطفى شبير على الأداء فهيصبح هنا في شكل جديد على النادي الأهلي في حالة التنافسية اللي هتحصل بين مصطفى شبير اللي هيبقى اللي جاب للنادي الأهلي من تمانية كلين شيط لحد دلوقتي في بطولة أفريقيا وده رقم صعب أن حد ممكن حتى يقرره وربنا يكرمه في مباراة السبت ويطلع كلين شيد يبقى تسعة كلين شيد فالنهاردة هتبقى الرقم كبير ويبقى حققت بطولة وأنا صعد بقوة وأنا اللي وصلت النادي الأهلي أن أنا ألعب المباراة النهائية وأن أنا أحصد بطولة في المقابل أنا محمد الشناوي جون مصر الأول وجون النادي الأهلي اللي حققت عدد كبير جدا من البطولات مع النادي الأهلي فمن هيحرص مرمى النادي الأهلي ما بعد لعب محمد الشناوي في منتخب مصر هنا السؤال الكبير وده اللي ما جاش لسه على دمخه هل مصطفى شبير حقه ينضمن للمنتخب هينضمن للمنتخب إنما لو لعب الشناوي هل مصطفى شبير هيرجع بعد التجمع المنتخب هيبقى حارس مرمى النادي الأهلي الأساسي ولا هيبقى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول لو أنت هتختار في الأهلي بقى بعد بطولة أفراق نتفق إنه الفاينال غالبا ما بعد بطولة أفراق هتختار مين وانا قلت في المقدمة ظلمة في واحد مظلوم الحزبة صعبة والظلمة لسببين هو مركز ظالم مركز حرص المرمى ده مركز ظالم مفوش عدل عشان يكون منتفقين رضبنا عن الواحد هتيجي تقول أنا محمد الشناوي اللي عمل كل البطولات دي معايا والتاريخ الكبير للنادي الأهلي والمنتخب مصر والخبرات التراكمية الكبيرة دي وحارس مرمى المنتخب اللي هيلعب الماتشين بتاع التصفيات هو اللي هيلعب مع النادي الأهلي ولا مصطفى شبير اللي في عز اللحظات الصعبة في تاريخ النادي الأهلي حقق المعادلة الصعبة وبقى هو الحارس الأيكونة لجمهور النادي الأهلي والشاب الصاعد اللي قدامه مستقبل منتظروا في قرط القضاء حزبة تركبتها بسهل ربنا يكون فعول كولر والجهاز الفني إن في النادي الأهلي يقدروا يحلوا المشكلة دي بأماني مشكلة لذيذة برضو هم يبقى عندك تن حراس جمدين جد يعني مش مشكلة مؤزية هتستمتع بها يعني هو كمدرب هيستمتع أنا مدرب أنا معايا تن حراس جمدين جد أي واحدة يلعب هيبقى تماما طيب هاتولها الشباب السورة بتاعت عمر مرموش النهاردة عمر مرموش عمل العملية الجراحية في إيده وإحمد عبدون الوكيل الإعلامي لعمر مرموش قال إنه اللاعب أجر العملية في إيده اليسرى العملية قعدت ثلاث ساعت ونص وتم تركيب مصمرين عبدون اللي هو الوكيل الإعلامي لعمر مرموش قال العملية تمت بنجاح واللعب هيخيب من ست لتمن أسابيع عشان آآ يتعاف ده معناه إنه رسميا عمر مرموش خارج مباراتي بوركينا وآآ غينيب بيساو في تصفيات كأس العالم رسميا عشان كان نبالح كلام إنه والد نيامي العملية ويلحق المباراتين كده لأ ستا ستا لتمن أسابيع نحن نتكلم بشهرين تقريبا الشهرين دول حقاص المباراتين بعد عشرة أيام يعني خلاص الموضوع منتهى حقا نتكلم بستة ستة مطش بوركينا وعشرة ستة مطش غينيب بيساو وبالتالي عمر مرموش خارج المباراتين خسارة كبيرة جدا لمنتخبنا الوطني خسارة كبيرة طبعا للأسف ربنا يشفي ده أهم حاجة كابتن أسامة شرفت ونورت دايما بسعد بطاق دك معي بشكرك شكرا ربنا أخليك حبيبنا لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل زملاء العزاء عمر جبالة وهاني عبدالصبور خليكم معكم يعلم بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونورني في هذه الفاقرة زملاء العزاء هاني عبدالصبور وعمر جبالة هاني من نور الدنيا عبيبا كريم دايما من نور بيك أخبارك إيه كله زي الفلحل عمور من نور الدنيا الله يخليك كريم أخبارك إيه كويس الحمد لله الله يبارك فيك مبروك حمد كومفدرالية طبعا ها تبدأ بيه أحساس إنه هيدي خبر حلو للزمالك النهاردة لجماهير الزمالك النهاردة جميز جدد عقده تلقائي لمدة سنة شكرا 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 أتعرف بوس وتعالل كده وكده هو المضى العقد هاي منضى العقد تلقائيا الأول خليني بارك لنات زمالك على البطولة الغالية بطولة كومفدرالية الزمالك كان محتاج البطولة على المستوى المادي وعلى المستوى المعناوي على المستوى المادي أنه يستخدم جزء من المكافأة في فك القيد كنا نتكلم من أسبوعين هنا قلت لك يعتبر الموضوع خلصان في كل أحوال الزمالك كان مجاهز أموره أنه محتاج فوق القيد ومحتاج تدعمات على المستوى المعناوي دي حاجة مهمة جدا في اللي بيحسب سأقولي جوزيجو ميز جوزيجو ميز وفقا للتعاقد المبيني ومبين ناتذ زمالك بالتتويج ببطولة الكونفيدرالية هو عقده مستمر لسنة أخرى معنات الزمالك وبالتالي جوزيجو ميز هو مدرر بنات الزمالك حتى نهاية الموسم القادم لكن لو لقدر لك أنخسر الكونفيدرالية كان موضوع خلص كان مش بشكل كبير هي الإدارة كانت قايلة وأعلنت أن هي بتتعم جوزيجو ميز وأن نتيجة مباراة النهائي ملهاش علاقة باستمراره في الموسم الحالي مع الفريق ولكن تعرف أليو زمالك وجمهور ما كانش هيبقى متقبل فكرة أنك تخسر بطولة بحجم ده وما تعملش تغييرات كوبرة لأ أنت كمان قلتلي حاجة اللقتي خليتنا فكر بطريقة كويسة أنه الإدارة الزكية فكرة أنه ما مضيتش كان ممكن تجيب جوزيجو ميز وتقوله أنت كده كده تمدي معه ما فيش تارجت سنة ونص فيش تارجت قاليت له لو خسرت الكونفيدرالية ممكن تمشي وشي ما فيش الجزائي أو مش ماء في الماياة كان هيمشي كان ممكن الزمالك بس على قال لي ما يبقاش فيكم متى متى أو يعني ما فيش حاجة منظم لها الزمالك اللي يبتيجي بعد كده إضاءة لها حقها نادي وروح لها بقى ودور إقاف قيد هتفكه إزاي فهم حاولوا يتجنبوا ده في عقده جوزيجو ميز وكان عقده مشروط بالتتويج بالكونفيدرالية من أجل استمرار مع الفريق والبونس بقى اللي محتوط له أنت لو قدرت تتوج بالكونفيدرالية فأنت عقدك تجدد تلقاء لمدة موسم ولذلك جوزيجو ميز وأول خبر معنا النهاردة كريم هو مدرب الزمالك حتى نهاية الموسم القادم لسه في مفاجهات بس ننتأكير هرجع لك كمان بنقطة مهمة جدا انت قلت لي أن الفلوس اللي هيخدها الزمالك والمكافأ اللي هيخدها من الكونفيدرالية هاستخدم الجزء منها في هاستخدم الجزء الكبير منها في رفع يقاف القيد واسألك هيرفع يقاف القيد ولا لا في صفقات وفي حاجات حلوة جاين النهاردة الفريف اسبوب تولي كريم حني منتاشي بقى نقول بقى هني النهاردة كان فيه جلسة ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الالي والأستاس جمال علام رئيس الاتحاد بمصر الكورت القدم الجلسة دي حصل فيه Chest خلينا أقول لحضرات البداية لإن الجلسة جاءة بناء على طلب من الأستاس جمال علام رئيس الاتحاد الكورة مع الكابتن محمود الخطيب علشان البيان الأخير اللي أصداره النادي الاهل الكابتن جمال علام اتكلم مع كابتن محمود في فكرة انه مفيش تجاهل لمخاطبات النادي الاهلي زي ما قال البيان احنا بنرد على مخاطبات النادي الاهلي في المخاطبات اللي محتاجة رد لانه كان هناك بعض الخطبات مكانش فيه رد عليها او كان تم الرد مسبقا بنفس الصيغة فمش اينفع كل شوية نكرر نفس الصيغة اتكلم معاه في موضوع الشيبي وحسين الشحات ووعده الاستاذ جمال علام ان موضوع الشيبي ده هينتهي تماما الاسبوع المقبل بالاعلان عن قرار لجنة الانضباط خلال الاسبوع الجاي يعني قال له نهائيا هنقول لك كل حاجة سبابها بيقاف الشيبي حقه يروح للمحكمة زي ما يعني القرار اللي هطلعه لجنة الانضباط هنختر بين نادي الاهلي مباشرة المحور الاكبر في الجلسة كان الحديث عن الدوليين وده اللي راح عشان خطره الاستاذ جمال علام فكرة الدوليين هينضموا لمعسكر المنتخب امت فالكابتن محمود الخطيب قال له احنا ما عندناش مشكلة في مبارات الكاس زي ما الناس بتتكلم احنا عندنا نهائي يوم خمسة وعشرين كولر واللعيبة شايف يعني كولر شايف ان اللعيبة دي محتاجة فترة راحة لان الاهلي عنده لسه مشوار طويل من المباريات بعد عاقب نهاية افريقيا وبالتالي صعب ان اللعيبة دي تلعب فكل اللي احنا طلبينه منكم بدل ما اللعيبة تنضم في بداية المعسكر يوم سبعة وعشرين تدوم يومين زيادة او تلاتة ايام ينضموا يوم تسعة وعشرين او يوم تلاتين وكده كده الاجندة يوم تلاتة ستة وانا من حق قانون انا اديك يوم تلاتة ستة اللعيبة لكن عشان منتخب مصر واحنا بندعم الكابتن حسام حسن كلام محترم اه اللعيبة ممكن تروح لك يوم تسعة وعشرين او تلاتين على الال ياخده تمانية واربعين ساعة راحة زيادة انه ياخده راحة سلبية كابتن جمال علامة اتكلم في فكرة انه ممكن مباريات الكاس تتأجل عشان اللعيبة الدولية كابتن محمود رد عليه وقال له احنا مش مشكلتنا في كاس مصر ان حتى لو هنلعب كاس مصر واللعيبة دي معانا مستريحة او مراحتش مع عسكر المنتخب اللعيبة لان تشارك في مباريات كاس مصر اللعيبة الدوليين انهم محتاجين فترة راحة وما فيش توقف تاني يقدروا ياخدوا فيه راحة غير التوقف المقبل وبالتالي لازم اللعيبة دي تستريح وده حفظا عليهم وحفظا على المنتخب واحنا في ظهركم وفي دارك كابتن حسام حسن وخلصت الجلسة انه يبقى فيه اتصال او تنصيق ما بين مستر كولر والكابتن حسام حسن على اللعيبة اللي عايزها وموعد الانضمام وما فيش اي مشاكل ما بين الاهل والتحاد الكور السؤال كده مالوش علىها خبل الكلام ده كلام محترم جدا طبطري اساس جمال علام طلب من الكابتن محمود الخطيب جلسة بعد البيان الاخير اللي عمله النادي الاهل كثير من البيانات الفتحة الاخيرة زمالك واندية اخر طبعا طبعا كل الاندية طلعي البيانات على الحكام وعلى اللي بيحصل والكلام كارسة كبيرة هلو اساس جمال علام طلب كمان جلسات مع رؤساء الاندية دول لا يا الازمة الاهل مراحش عشر قطر البيان يعني الجمال علام مراحش للاهل عشر قطر بيان التحكيم وراح له في البيان بشكل عام حتى تطرقوا الجزئية التحكيم وقال له تحكيم اجنبي ولا تحكيم مصري فقال له ده موضوع فيه بريرة واحنا هنعرض الموضوع لبريرة سواء ليك او لأي نادي تاني محتاجك حكام اجنبي الموضوع مع بريرة هو بريرة اللي يفصل مين يحكم او مين ما يحكمش ده بالنسبة لجزئية التحكيم لكن ما اعتقدش ان مصر جمال علامة او اساس جمال علامة يروح يقعد مع حد عشان التحكيم وراح يراد النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وبيفتح صفحة جديدة تمام تمام حلو بص عبر بريرة ده بتسم طيب شكبالة موقفه من المسلمين كان لسه مكملة شكبالة فيه كلام كتير طلع عن اعتزاله كلام ده مالوش اي اساس من الصحة شكبالة مكمل مع الزمالك ما عندوش اي ناية للاعتزال خلال الفترة الجاية كانت ناس ربطت المواضيع قالت لك شكبالة مستني السوبر الافريقي وانه يلعب مع الزمالك السوبر فيك وبعد كده الزمالك لو ربنا وفقه فيه وتوج بالبطولة شكبالة بعدها يعتزل او تبقى بطولة الكمفترالية خير اختام لشكبالة انا بقولك الكلام ده مالوش اي اساس تماما من الصحة وشكبالة لسه رحلتهم كملة معنات زمالك لسه ما فيش اي تفكير في الاعتزال في الوقت الحالي هو لسه بس قدامه حوالي من اسبوعين لتلاتة عشان يبدأ ينزل ملعب ويبدأ يشارك في تدريبات الكورة بسبب الاصابة اللي عنده ولكن شكبالة انا عايز اقولك لغاية النهاردة يعني هو الراجل بيلعب دوره ككابتن فرقة يعني هو لسه مكلم احمد حمدي النهاردة وحرص على طمقانته وقال للنادي كده كده خلاص مرتب امور سفرك الفترة اللي جاية والاقرب طبعا انه هيسافر المانيا والموضوع خلصان حتى هو هو مش مع الفريق في الملعب يعني وبيشارك بيعمل دوره ككابتن فرقة عمل اتصال باحمد حمدي طمينه قال له خلال الفترة الجاية هتلاقي كل اجراء بتخلص بسرعة خلال الايام اللي جاية يعني واتلاقي النادي بيخلص كل الامور وان شاء الله ترجع لنا افضل من الاول فهو شكابالا بيلعب دوره ككابتن فرقة سواء كان موجود مع الفريق وبيشارك او مش موجود مع الفريق وزي ما قال كابتن حسين لبيب في الموضوع ده شكابالا هو اللي هيحدد معادي اعتزاله مش النادي شكابالا من الناس اللي هي النادي بيتعامل معاها انه هو من اصحاب النادي هو احد الكباتن المهمين جدا في تاريخ الزمالك ومن المنطلق ده ادارة النادي شايفها يعني عيب واحد بيستق يعني هو ساهم في الحفاظ على شعبات الزمالك تيجي الادارة تقوله ايه انت هتعتزل امتى لا هو شكابالا كده كده لو شايف انه هو مش هيقدر يفيد الفريق هو الواحد هو يتخذ قرار الاعتزال ولكن طالما هو شايف انه لسه عنده المقدرة انه يدي الاضافة للفريق فهو لسه مكمل مع الفريق انت راتي كلام ده انا شايف ان انت لو تشوف عدد الدقائق اللي بيلعب الشكابالا مع الفريق وحجم الاسهامات اللي بيقدمها انا مش شايف انه فيه يعني فيه اي جدوى لاعتزال الشكابالا في الوقت الحالي ليه الفريق ما يستفدش منه موسم كمان على الاقل اقول لك رأيه اقول اتفاضل انا معاك جدا انه شكابالا مش مفهوض يعتزل وشكابالا قادر انه يكمل موسم كمان على الاقل مؤكد وفعلا مؤثر كمان بعض المباريات ممكن ما يقدش فيها زي اي لعب على فكرة حتى لو عنده في لعيبة عندها تمنتشر سنة ما بتقدش مباريات مش قصد سن بس في نفس الوقت حلو ان الزمالك عايز يقرم شكابالا حلول ان ادارة الزمالك مقدرة كويمة شكابالا التاريخية في نادي الزمالك بس عادتزال لاعب او استمرار اللاعب او عدم استمرار اللاعب برضو مشارك في ادارة النادي ومشارك في الجهاز الفني كل مدير فني عنا كجايز فني كل مدير فني يا كريم بييجي بقول لي انا محتاجه بس خلاص يعني تمام انا اقصد بس انه مش شكبالا مش المفهوض ان ده يبقى قرار شكابالا لوحده بها سلم لو انا جايز فني ومش محتاجش الكبالة كل مدير فني بيجي بيقول لي الإدارة انا محتاجش الكبالة يكون معي هيجي تيجي الإدارة تقول له لا احنا عايزينه يحتازل الطبيعي بقى يحصل الدعم لو بصحة الواحد محتاجش الكبالة لا بتاعت 4 سنين عشان المواهب دي ما بيتشبه وفي حد من أبناء النادي اللي ممكن يبقى خارج آخر السنة بس هقولها لك بعد شوية هترهي بعد شوية طيب هلو ستسبينس اه انا بعد شوية طيب هاني اه نهارك اللي قالي عامل الاجتماع فيديو كونفرنس مع الكاف عشان تنظيم وخلاف مباراة النهائي ده والأبطال الأفريقية ايه التفاصيل اللي حصلت في الاجتماع ده خلينا اقولك ان اللي حضر الاجتماع كان موجود الأستاذ خالد ده مرتجي وكان موجود الأستاذ وليدي العطار مدير التنفيذ الاتحاد الكرة وكان موجود ده بعض المسئولين عن طبعا تأمين المباراة وكمان ايه مسئولي الكاف الاهل مستاء جدا 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 مما حدث في اجتماع اليوم ليبقى لان الاهل كان تم الاتفاق في اجتماع قبل مباراة الزمالك الاجتماع الشهير اللي كانوا تلوه قالوا فيه قزم التذاكر والكلام ده على عدد معين من مقاعد المقصورة الرئيسية هتم توجيهها للكاف الكاف النهاردة في الاجتماع قالك بقى بعد اللي حصل في مباراة الزمالك نقطة ومن أول السطر احنا هناخد المقصورة كلها انت عندك مدعوين تقدر توجيه لهم الدعوة ابعت لي اسماءهم وانا اواجد لهم الدعوة في الاول كان الكاف حدد 22 شخصية للنادي الاهل بقى مجلس الادارة على المدير التنفيذي على كل المدعوين الاهل شاف ان الرقم ده رقم قليل جدا جدا خاصة ان هو ابتدى يعمل ترتيباته على المقاعد او الاتفاق اللي كان حضره لاستاذ امير توفيق لكن في النهاية اتفقوا ان هو يكون فيه 30 مقاعد فقط للنادي الاهل في المقصورة الرئيسية وبقى المقاعد كلها للكاف اللي ممكن يكون بشكل كبير جدا يحضر مبرانة هائية انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لجورد بالقدم ده تم التنبيه للناردة في الاجتماع ويكون فيه شخصيات عامة كتير جدا يكون المكتب التنفيذي للكاف بالكامل رئيس الاتحاد الافريقي وكذلك السكرتير العام الاهل مستق من الطريقة بس اللي تم العرض بها خلال ان هو ياخد بها مقاعد اكتر في المقصورة لان الاهلي كان اتفق على عدد معين من التذاكر او من الدعوات لكن الامر هيمشي بشكل كبير جدا الاهلي كمان اكد في اجتماعه على كاف ان انت مسؤول عن كل حاجة فياريت المشهد اللي حدث في مباراة الزمالك ما يحصلش تاني لان الزمالك مش مسؤول عن المشهد الكاف هو اللي واخد المبراطين والكاف هو اللي متطفق مع الاندية على المبراطين اللي دراجة ان هو دافع فلوس للاهلي والزمالك على التذاكر يعني كل نادي من الاهلي والزمالك هياخد خمسين الف دولار على المقاعد اللي سابها في المقصورة انا قبل ما اطلع فوصل عايز سألك كمان ان كان عندك معلومة هو الموعد اللي مفهود الكاف هيحدده لارسال اسماء الاندية اللي هتشارك في بطالة افريقيا الموسم اللي جاي كان فيه كلام كتيرا النهاردة ما هي ايوم خمستاشر ست كلام ده مضبوط؟ لا لسه ده مفيش اي كلام عن رابطة الاندية او اتحاد الكورة مجالوش اي اختار من الكاف بالموعد النهائي لتحديد الاسماء وفي كل الاحوال الاهلي هيحسم موقفه يوم السبت لان كده خلص الزمالك هيشارك كونفودرالية الاهلي باذن الله يطوق بالبطولة ويشارك في دور الابطال هيبقلنا مقعدين مقعد في دور الابطال ومقعد في البطولة كونفودرالية رابطة الاندية هيكون فيه اجتماع الاسبوع المجبل عقب نهاية مباراة الاهلي تحدد من خلاله الفريين المصريين اللي هيشاركوا في البطولات الافريقية الموسم المباراة ان شاء الله لسه الكمالين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل خليكم معنا موسيقى يعلم بحضراتكم مرة أخرى قبل الفاصل عمر جبالة قالي انه هيقول لي المفاجأة بالنسبة للراحلين عن نادي الزمالك في الموسم الجديد ايه؟ انا قلت كده؟ قلت كده ولا مالش كده؟ لا او قالك فيه مفاجأة في الأسماء بس ما قال محددش الراحلين ده بيتكلم عالصفقات عالصفقات؟ عالراحلين؟ كريم كلامه صح؟ مش بيركز معانا قالك يا باشا بعدش الكبالة؟ ها قالك فيه لعيب بلادي؟ اه فيه واحد من أبناء النادي هيمشي صح؟ مفاجأة صح؟ اتكلمنا في الفاصل عن الصفقات فاطلق بطناء قالك ابن النادي نعرف ابن النادي بقى بص يا كريم بمنتهى الصراحة بمنتهى الصراحة دلوقتي فيه أسماء هتخرج من نادي الزمالك خلاص يا مؤكد رحلها زي مين زي محمود علاء؟ ماشي واحد الأسماء المؤكد رحلها محمد صبحي الكلام فضل رايح وجاي ما بين ان هو قاعد وهو ماشي انا قلت لك قبل كده الزمالك هيعرض على الاثنين حراس من ستة مليون لتمانية مليون ممكن يعرض على عواده صبحي للتجديد سبعة مليون جنيه الاثنين وفقوا هيجددوا التعاقد ما وفقوش ما خلاص الزمالك هيبدأ يشوف حراس مرمى يدعم بها فرقته ولكن على اقل هيبقى على واحد فيه ماشي اللي بيلعب منهم عواد فبالتالي حظوص صبحي اقل صبحي رحب بالتجديد لما تفتح معايا من فترة قريبة الموضوع هو اتكلم انه قال انا تحتامل الزمالك وعايز اكمل مع النادي فخلي صبحي مع محمود علاء هنحتاجه يعني اللي هو من اللعيبة يعني اللي طولي عشان الخص محمود علاء اكيد ماشي اكيد ماشي صبحي خمسين 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 اللي دخل الصورة بشكل مفاجئ هو اوباما اوباما ممكن يمشي لان اوباما عقده ينتهي بنهاية الموسم ده اوباما اتفتح معايا موضوع التجديد مرة واحدة شفائية اوباما من ضمن اللعيبة اللي ممكن الادارة تفكر في موضوع برضو ان احنا نعرض من 6 ل 8 مليون جنيه لو اتعرض خد بالك بقى انا قلتلك قبل كده برضو لو تفتكر قلتلك اوباما لو اتعرض عليه اي رقم في الزمالك هوافق عليه فورا هو ما اتعرضش عليه فبالتالي من معلومات كده ان في تفكير جوه الزمالك ان احنا ننتظر لنهاية الموسم ده يعني ما نفتحش التجديد في الفترة الحالية وانا انتظر لنهاية الموسم ونشوف رأي جزيج وميز ايه في الموضوع لو جزيج وميز عايز اوباما نجدد مش عايز خلاص انت شايف جزيج وميز عايز يجدد وهلق مع اوباما انا شايف ان المباراة هي اللي هتجيب معنى ايه؟ اوباما فترة من الفترات تكسر الدنيا الموسم ده مع الزمالك بعد كده الدنيا ممشيتش بسبب الاصابة اللي حصلتله ولسه راجع مؤخرا اصابة احمد حمدي ممكن تبكي على اوباما في الزمالك ما اخد بالك الزمالك خلص قصة الكونفدرالية هيلعب بالسكواد الكامل في الدوري في البطولات المحلية ففي المركز ده فيه اكتر من لاعب يعني هتقعد ناصر ماهر وعبدالله السعيد انتعارف بيلعب هنا اصلا ده مركزه الاساسي ولسه سيف جعفر لسه ماخدش ولسه سيف جعفر ماخدش ففيه اكتر من لاعب وساعات لما بيلعب بالتلاتة هيلعب بشحاته ودونجا وعبدالله يلعب بشحاته وعبدالله بيلعب بدونجا وعبدالله وناصر ففيه اكتر من حاجة في المركز ده الراجل بيشتغل بيها تمام فوفقا لمجريات الامور يتحدد مصير اوباما ولكن هو دخل ضمن الدائرة اللي هي مهددة الاسماء المهددة بالرحيل في الصيف اللي جاي عنانت الزمالك في حد تاني يمشي في حد تاني يمشي بص الاجانب زي ما قلتلك قبل كده سامسون اعاد ولا ماشي لا ماشي انا حسمتها لك نضاي بشكل كبير ماشي ماشي من تاني انا قلتلك اللي ضامن استمراره بشكل كبير مسلوسي ويدخل معادي الوقت سيف الجزيرة ويدخل معادي الوقت المسلوسي يوسيف هم من الاجانب اللي مكملين مع الزمالك يتشاف كده كده العيب صغير في السن وقدم لقطة واثنين وثلاثة ولكن الزمالك انت عارف ما بيعتمدش على لقطة واثنين وثلاثة في اضافة وهيصنع فرق للفريق هيكمل مفيش الكلام ده الزمالك هيوفر العملة الاجنبية وهيبقى اللي باقي من الاجانب هو الجزيري والمسلوسي دول اللي اكيد مكملين دول اللي اكيد مكملين عظيم علي معلول اولا لماذا العملية اجراها في مصر مش خارج مصر ده واحد اتنين من البدايل المطلوحة في النادي الاهلي لتعويد علي معلول طيب ليه علي معلول العملية هنا في مصر لان العملية كانت محتاجة تدخل جراحي سريع ولما اطرح اسم الطبيب اللي عمل العملية على علي معلول ووكيله اللي اتنين سألوا على الدكتور ده وسألوا دكاترا برا وسألوا دكاترا في تونس وتكلموا مع كذا حد يسألوا الدكتور ده كويس ولا مش كويس فهتقلهم ان الدكتور ده من افضل الدكاترا في التخصص ده في العالم يعني لو رحت برا مش هتلاقى احسن من كده اوه مش مستهل تسافر برا طبعا كمان القطع اللي عند علي معلول بيقولك في عمليات وطر اكيليس القطع من فوق 80% بتبتدي العملية تكون مقلقة لكن الاشيعة الثالثة اللي عملها علي معلول حسمت ان عنده قطع جزئي بنسبة 60% من وطر اكيليس وبالتالي خلاص علي معلول كان شايف انه هو هيعمل العملية بالفعل اغرى العملية بنجاح كبير جدا وخرج كمان من المستشفى يخد له تقريبا فترة راحة ما بين اسبوعين وثلاثة اسابيع وهيبتدي بعد الفترة دي يحدد برنامجه التأهيلي اللي بالمناسبة هينفزه تحت اشراف الطبيب اللي اجرى لي العملية يعني بعد كده الدكتور قال له ده البرنامج التأهيلي اللي هي هتبتدي تمشي عليه الفترة الجاية فقال له عايز تكمله برا هتكمل بنفس البرنامج عايز تعمله فقيره هتعمله بنفس البرنامج علي معلول بعد مشاورات مع وكيله ومع بعض يعني المقربين منه خلاص اقتنع ان هو هيعمل التأهيل موجود هنا في مصر ممتاز الجميل في موضوع علي معلول هو الجلسات الدعم النفس من الكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب زار علي معلول مرتين في المستشفى عشان يتطمن عليه مرة قبل العملية ومرة بعد العملية في المرتين كان الكابتن محمود بيتكلم مع علي مش عايزك تفكر في أي حاجة فكر في إصابتك فكر إزاي ترجع للملاعب مرة تانية بسرعة العقد الجديد العقد القديم العروض أي حاجة تانية ليه علاقة بمستقبلك النادي الأهلي مبيرميش أبنائه وتم التواصل ما بين كابتن محمود الخطيب وعلي معلول في حضور بعض المقربين من علي ووكيله وقال له العرض بتاع النادي الأهلي قائم حتى الآن العرض اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده اللي هو كان تمنمائة ألف دولار أجنبي وربعمية مصري والبونس والكلام ده كله زاد عليه إن فيه اوبشن زيادة تشتغل معنا في شركة الكورة ويكون ليك دور في السلم الإداري أو الإداري الفني اللي انت طبعا قد بالك مفاجأة دي حلوة جدا هيكون فيه دور لعلي معلول في شركة الكورة مع النادي الأهلي ده اللي اتعرض عليه سواء بقى يشتغل في الكشافة يشتغل في اكتشاف المواف يجيب لعيبة يتعاقد مع العيبة يتكلم مع جانب الدور اللي انت تختاره وتقدر تقديه تكون موجود بجانب كمان إنه يوفره حملة إعلانية كبيرة جدا تقدر تعوضه عن الفارق في المرتب وتقدر كمان يعني إبقى النادي سنده ويف جنبه على اعتبار التاريخ اللي قدمه الكبير جدا بداية العلي معلول في الآلي بداية العلي معلول في مباراة الترجي منتلك المفاجأة المفاجئة ببداية العلي معلول إنه تطرح اسم أحمد نبيل كوكا أحمد نبيل كوكا تم ترح اسمه إنه هو يلعب باك شمال مكان علي معلول ميستر كولر هوzuge من توريستي ملييناره خلاص كان مكرر إن الباك الشمالي الاساسي في المباراة هيكون كريم فؤاد قال لك إن كريم فؤاد لعب بشكل كواس جدا الخطة بتاعة المباراة بس هي اللي قسرت عليه فنيا لكن ما عملش أخطاء الترتيب بالتالي هيكون كده كريم فؤاد أحمد نبيل كوكا كريم الدبيس اللي هيكون رقم 3 في الترتيب واللي أصبح بشكل كبير جدا خارج حسابات القرع الحمراء في الموسم الجديد البديل في الموسم الجديد أجنبي ومحسومه هقول لك اسمه الحلقة الجاية يحيي عطاية الله لا أنا هقول لي اسمه الجد والله الحلقة الجاية البديل علي معلوله الموسم الجاية هقول لك اسمه الحلقة جاية الزمالك بيفكر في مين الموسم الجاية قلت لك في الحلقة فاتت زيزو بشكل كبير هو عايز يكمل في الزمالك عايز يصنع لنفسه في طريق كبير معناه الزمالك زيزو الأمانة حق جزء من التاريخ اللي هو بيطمع لي في الناس الزمالك لسه عنده طموحات أكبر في دوري أبطال إفريقيا في مشاركة في كاس عالم الأندية هايجدد؟ أو هيمدد تعاقد؟ الأمور ماشية في الطريق ده كريم آه هيبقى فيه حاجات بتقف في النص وانتعرف المفاوضات على التجديد طبيعي بتروح وتيجي ولكن وفقا لمصادر مقاربة منه إنه لو كان عايز يخرج مكان خرج قبل كده وكان فيه إيده يفسق عقده مرة واثنين وثلاثة وكان فيه ملايين الدولارات مطروحة أمامه فهو قراره الأول القرار الأول اللي يجيزه هو الاستمرار مع ناد الزمالك لفترة طويلة جدا وإنه هو ما يخرجش الفترة اللي جاية فده كرت مهم من ناد الزمالك بак الزمالك بيفكر في مين في المنتقر الجديد لا بيفكر من 8 لعشرة لعيبة هنقولهم في.. هنقولهم وسيبلوا حلقة با نسيبلوا حلقة ده عايز حلقة JW أحنا مصابرة قل لي قل لي مثلا في مركز حراسة المرمى لو عواد قاعد وهيجيله بديل البديل ممكن قولتلك ما بين حارس طلاق الجيش وحارس امبي وزود عليهم محمد مجد حارس الداخلية لانه ماضي عقود ماضي عقود اصلا امور شرفت ونوارت هاني شرفت ونوارت واشكرك شكرا ختم حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استنتعتوا معنا واشوفكم يا رب عربي